بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الاول يبدأ حالا اوضح المسارك الى الفية ابن مالك لمؤلفه ابن هشام النحوي المصري نشر الكتاب مطبعة الفجالة الجديدة يقرأ الكتاب عليكم توفيق محمد سبع الاستاذ المشارك بكلية اللغة العربية جامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية مقدمة المؤلف الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه اجمعين صلاة وسلاما دائمين بدوام السماوات والاراضين اما بعد حمد الله مستحق الحمد وملهمه ومنشئ الخلق ومعدمه والصلاة والسلام على اشرف الخلق واكرمه المنعوت باحسن الخلق واعظمه محمد النبيه وخليله وصفيه وعلى آله واصحابه واحزابه واحبابه فان كتاب الخلاصة الالفية في علم العربية نظم الامام العلامة جمال الدين ابي عبد الله محمد بن مالك الطائي رحمه الله كتاب صغر حجما وغزر علما غير انه لافراط الايجاز قد كاد يعد من جملة الالغاز وقد اسعفت طالبيه بمختصر يدانيه وتوضيح يسايره ويباريه احل به الفاظه واوضح معانيه واحلل به تراكيبه وانقح مبانيه واعذب به موارده واعقل به شوارده ولا اخلي منه مسألة من شاهد او تمثيل وربما اشير فيه الى خلاف او نقد او تعليل ولم قال جهدا في توضيحه وتهذيبه وربما خالفته في تفصيله وترتيبه وسميته اوضح المسالك الى الفية بن مالك وبالله اعتصم واسأله العصمة عما يصم لا رب غيره ولا مأمول الا خيره عليه توكلت واليه انير انتهت المقدمة هذا باب شرح الكلام وشرح ما يتألف الكلام منه الكلام في اصطلاح النحويين عبارة عما اجتمع فيه امران اللفظ والافادة والمراد باللفظ الصوت المجتمل على بعض الحروف تحقيقا او تقديرا والمراد بالمفيد ما دل على معنى يحسن السكوت عليه واقل ما يتألف الكلام منه من اسمين كزيد قائم ومن فعل واسم كقام زيد ومنه استقم فانه من فعل الامر المنطوق به ومن ضمير المخاطب المقدر بانت والكلم اسم جنس جمعي واحده كلمة وهي الاسم والفعل والحرف ومعنى كونه اسم جنس جمعي انه يدل على جماعة واذا زيد على لفظه تاء التأنيف فقيل كلمة نقص معناه وصار دالا على الواحد ونظيره لبن ولبنة ونبق ونبقه وقد تبين بما ذكرناه في تفسير الكلام من ان شرطه الافادة وانه من كلمتين وبما هو مشهور من ان اقل الجمع ثلاثة ان بين الكلام والكلم عموما وخصوصا من وجه فالكلم اعم من جهة المعنى لانطلاقه على المفيد وغيره واخص من جهة اللفظ لكونه لا ينطلق على المركب من كلمتين فنحو زيد قام ابوه كلام لوجود الفائدة وكلم لوجود الثلاثة بل الاربعة وقام زيد كلام لا كلم وان قام زيد بالعكس اي كلم لا كلام والقول عبارة عن اللفظ الدال على معنى فهو اعم من الكلام والكلم والكلمة عموما مطلقا لا عموما من وجه وتطلق الكلمة لغة ويراد بها الكلام نحو كلا انها كلمة هو قائلها وذلك كثير لا قليل فصل يتميز الاسم عن الفعل والحرف بخمس علامات احداها الجر وليس المراد به حرف الجر لانه قد يدخل في اللفظ على ما ليس باسم نحو عجبت من ان قمت بل المراد به الكسرة التي يحدثها عامل الجر سواء اكان العامل حرفا ام اضافة ام تبعية وقد اجتمعت في البسملة الثانية التنوين وهو نون ساكنة تلحق الاخر لفظا لا خطا لغير توكيد فخرج بقيد السكون النون في نحو ضيفان للطفيلي ورعشان للمرتعش وبقيد الاخر النون في انكسر ومنكسر وبقول لفظا لا خطا النون اللاحقة لاخر القواف وستأتي وبقول لغير توكيد نون لنسفعا ولتضربن يا قوم ولتضربن يا هند وانواع التنوين اربعة احدها تنوين التمكين كزيد ورجل وفائدته الدلالة على خفة الاسم وتمكنه في باب الاسمية لكونه لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف الثاني تنوين التنكير وهو اللاحق لبعض المبنيات للدلالة على التنكير تقول سيبويه اذا اردت شخصا معينا اسمه ذلك وايه اذا استزدت مخاطبك من حديث معين فاذا اردت شخصا ما اسمه سيبويه او استزادة من حديث ما نونتهما الثالث تنوين المقابلة وهو اللاحق لنحو مسلمات جعلوه في مقابلة النون في مسلمين الرابع تنوين التعويض وهو اللاحق لنحو غواش وجوار عوضا عن الياء ولئذ في نحو ويومئذ يفرح المؤمنون عوضا عما اضيفت اليه وهذه الانواع الاربعة مختصة بالاسم وزاد جماعة التنوين الترنم وهو اللاحق للقواف المطلقة اي التي اخرها حرف مد تقوله اكل اللوم عاذل والعتابا وقولي ان اصبت لقد اصابا الاصل العتابا واصابا فجيء بالتنوين بدلا من الالف لطرق الترنم وزاد بعضهم التنوين الغالي وهو اللاحق للقواف المقيدة زيادة على الوزن ومن ثم سمي غاليا كقوله قالت بنات العم يا سلمى وان كان فقيرا معدما قالت وان والحق انهما نونان زيدتا في الوقف كما زيدت نون ضيفن في الوصل والوقف وليس من انواع التنوين في شيء لثبوتهما مع ال وفي الفعل وفي الحرف وفي الخط والوقف ولحذفهما في الوصل وعلى هذا فلا يردان على من اطلق ان الاسم يعرف بالتنوين الا من جهة انه يسميهما تنوينين اما باعتبار ما في نفس الامر فلا الثالثة النداء وليس المراد به دخول حرف النداء لان يا تدخل في اللفظ على ما ليس باسم نحو يا ليت قوم يعلمون الا يا اسجدوا لله الذي يخرج القبأ في قراءة الكسائي بل المراد كون الكلمة مناداتا نحو يا ايها الرجل ويا فلو ويا مكرمان الرابعة الغير الموصولة كالفرس والغلام فاما الموصولة فقد تدخل على المضارع كقوله ما انت بالحكم اطردى حكومته ولا الاصيل ولا ذي الرأي والجدل الخامسة الاسناد اليه وهو ان تنسب اليه ما تحصل به الفائدة وذلك كما في قمت وانا في قولك انا مؤمن فصل ينجل الفعل باربع علامات احداها تاء الفاعل متكلما كان كقمت او مخاطبا نحو تباركتا الثانية تاء التأنيث الساكنة كقامت وقعدت فاما المتحركة فتختص بالاسم كقائمة وبهاتين العلامتين رد على من زعم حرفية ليس وعسى وبالعلامة الثانية على من زعم اسمية نعم وبئس الثالثة ياء المخاطبة كقومي وبهذه رد على من قال انهات وتعالى اسم فعلين الرابعة نون التوقيد شديدة او خفيفة نحو ليسجنن ولا يكون واما قوله اقائلن احضر الشهود فصل ويعرف الحرف بانه لا يحسن فيه شيء من العلامات التسع كهل وفي ولم وقد اشير بهذه المثل الى انواع الحروف فان منها ما لا يختص بالاسماء ولا بالافعال فلا يعمل شيئا كهل تقول هل زيد اخوك وهل يقوم زيد ومنها ما يختص بالاسماء فيعمل فيها كفي نحو قوله تعالى وفي الارض ايات للموقنين وفي السماء رزقكم وما توعدون ومنها ما يختص بالافعال فيعمل فيها كلام نحو لم يلد ولم يولد فصل والفعل جنس تحته ثلاثة انواع احدها المضارع وعلامته ان يصلح لان يلي لم نحو لم يقم ولم يشم والافصح فيه فتح الشين لا ضمها والافصح في الماضي شممت بكسر الميم لا فتحها وانما سمي مضارعا لمشابهته للسم ولهذا اعرب واستحق التقديم في الذكر على اخويه ومتى دلت كلمة على معنى المضارع ولم تقبل لم فهي اسم كأوه وأف بمعنى اتوجع واتضجر الثاني الماضي ويتميز بقبول تاء الفاعل كتبارك وعسى وليس أو تاء التأنيف الساكنة كنعمة وبئس وعسى وليس ومتى دلت كلمة على معنى الماضي ولم تقبل احدى التائين فهي اسم كهيهات وشتان بمعنى بعد وافترق الثالث الأمر وعلامته أن يقبل نون التوكيد مع دلالته على الأمر نحو قومن فإن قبلت كلمة نون ولم تدل على الأمر فهي فعل مضارع نحو ليشجنن ولا يكون من الصاغرين وإن دلت على الأمر ولم تقبل النون فهي اسم كنزال وضراك بمعنى نزل وأدرك وهذا أولى من التمثيل بصه وحي هل فإن اسميتهما معلومة مما تقدم لأنهما لا يقبلان التنوين هذا باب شرح المبني والمعرب الاسم ضرباني معرب وهو الأصل ويسمى متمكنا ومبني وهو الفرع ويسمى غير متمكن وإنما يبنى الاسم إذا أشبه الحرف وأنواع الشبه ثلاثة أحدها الشبه الوضعي وضابطه أن يكون الاسم على حرفين أو على حرف فالذي على حرف كتاء قمت فإنها شبيهة بنحو باء الجر ولامه وواو العطف وفائه والثاني كنا من قمنا فإنها شبيهة بنحو قد وبل وإنما أعرب نحو أب وأخ لضعف الشبه بكونه عارضا فإن أصلهما أبو وأخو بدليل أبوان وأخوان الثاني الشبه المعنوي وضابطه أن يتضمن الاسم معنا من معاني الحروف سواء وضع لذلك المعنى حرف أم لا فالأول كمتى فإنها تستعمل شرطا نحو متى تقم أقم وهي حين إذ شبيهة في المعنى بإن الشرطية وتستعمل أيضا استفهاما نحو متى نصر الله وهي حينئذ شبيهة في المعنى بهمزة الاستفهام وإنما أعربت أي الشرطية في نحو أيما الأجلين قضيت والاستفهامية في نحو فأي الفريقين أحق لضعف الشبه بما عارضه من ملازمته ما للإضافة التي هي من خصائص الأسماء والثاني نحو هنا فإنها متضمنة لمعنى الإشارة وهذا المعنى لم تضع العرب له حرفة ولكنه من المعاني التي من حقها أن تؤدى بالحروف لأنه كالخطاب والتنبيه فهنا مستحقة للبناء لتضمنها لمعنى الحرف الذي كان يستحق الوضع وإنما أعرب هذان وهاتان مع تضمنهما لمعنى الإشارة لضعف الشبه بما عارضه من مجيئهما على صورة المثنى والتثنية من خصائص الأسماء الثالث الشبه الاستعمالي وضابطه أن يلزم الاسم طريقة من طرائق الحروف كأن ينوب عن الفعل ولا يدخل عليه عامل فيؤثر فيه وكأن يفتقر افتقارا متأصلا إلى جملة فالأول كهيهات وصح وأوه فإنها نائبة عن بعد وسكت وأتوجع ولا يصح أن يدخل عليها شيء من العوامل فتتأثر به فأشبهت ليت ولعل مثلا ألا ترى أنهما نائبان عن أتمنى وأترجى ولا يدخل عليهما عامل واحترز بانتفاء التأثر من المصدر النائب عن فعله نحو ضربا في قولك ضربا زيدا فإنه نائب عن ضرب وهو مع هذا معرب وذلك لأنه تدخل عليه العوامل فتؤثر فيه تقول أعجبني ضرب زيد وكرهت ضرب عمر وعجبت من ضربه والثاني كإذ وإذا وحيث والموصولات ألا ترى أنك تقول جئت كإذ فلا يتم لها معنا حتى تقول جاء زيد ونحوه وكذلك الباقي واحترز بذكر الأصالات من نحو هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم فيوم مضاف إلى الجملة والمضاف مفتقر إلى المضاف إليه ولكن هذا لفتقار عارض في بعض التراكيب ألا ترى أنك تقول صمت يوما وسرت يوما فلا يحتاج إلى شيء واحترز بذكر الجملة من نحو سبحان وعند فإنهما مفتقران في الأصالة لكن إلى مفرد تقول سبحان الله وجلست عند زيد وإنما أعرب اللذان واللتان وأي الموصولة في نحو اضرب أيهم أساء لضعف الشبه بما عارضه من المجيء على صورة التثنية ومن لزوم الإضافة وما سلم من مشابهة الحرف فمعرب وهو نوعان ما يظهر إعرابه كأرض تقول هذه أرض ورأيت أرض ومررت بأرض وما لا يظهر إعرابه كالفتى تقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى ونظير الفتى سما كهدا وهي لغة في الاسم بدليل قول بعضهم ما سماك حكاه صاحب الإفصاح وأما قوله والله أسماك سما مبارك آثرك الله به إيثارك فلا دليل فيه لأنه منصوب منو فيحتمل أن الأصل سم ثم دخل عليه الناصب ففتح كما تقول في يد رأيت يدا فصل والفعل ضربان مبني وهو الأصل ومعرب وهو بخلافه فالمبني نوعان أحدهم الماض وبناؤه على الفتح كضرب وأما ضربت ونحوه فالسكون عارض أوجبه كراهتهم توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة وكذلك ضمت ضرب عارضة لمناسبة الواوي والثاني الأمر وبناؤه على ما يجزم به مضارع فنحو اضرب مبني على السكون ونحو اضرب مبني على حذف النون ونحو أغز مبني على حذف آخر الفعل والمعرب المضارع نحو يقوم لكن بشرط سلامته من نون الإناث ونون التوكيد المباشرة فإنه مع نون الإناث مبني على السكون نحو والمطلقات يتربصنا ومع نون التوكيد المباشرة مبني على الفتح نحو لينبذن في الحطمة وأما غير المباشرة فإنه معرب معها تقدير نحو لتبلون في أموالكم وأنفسكم فإما طرين من البشر أحدا ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون والحروف كلها مبنية فصل وأنواع البناء أربعة أحدها السكون وهو الأصل ويسمى أيضا وقفا ولخفته دخل في الكلم الثلاث نحو هل وقم وكم والثاني الفتح وهو أقرب الحركات إلى السكون فلذا دخل أيضا في الكلم الثلاث نحو سوف وقام وأين والنوعان الآخران هما الكسر والضم ولفق ولفق لهما وثق للفعل لم يدخل فيه ودخل في الحرف والاسم نحو لام الجر وأمس ونحو منذ في لغة من جر بها أو رفع فإن الجار تحرف والرافع تسمن فصل الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة وأنواعه أربعة رفع ونصب في اسم وفعل نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم وجر في اسم نحو لزيد وجزم في فعل نحو لم يقم ولهذه الأنواع الأربعة علامات وهي الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر وحذف الحركة للجزم وهي العلامات الأصلي وله علامات فروع عن هذه العلامات وهي واقعة في سبعة أبواب الباب الأول باب الأسماء الستة فإنها ترفع بالواوي وتنصب بالألف له أخ أو أخت وإن له أبا وبنات الأخ فأما قولوا خالط من سلم خياشيم وفا صحباء خرطوما عقارا قرقفا فشاذ أو الإضافة منوية أي خياشيمها وفاها واشترط في الإضافة أن تكون لغير الياء فإن كانت للياء أعربت بالحركات المقدرة نحو وأخي هارون إني لا أملك إلا نفسي وأخي وذو ملازمة للإضافة لغير الياء فلا حاجة إلى اشتراط الإضافة فيها وإذا كانت ذو موصولة لزمتها الواو وقد تعرب بالحروف كقوله فحسبي منذي عندهم ماك ثانية وإن لم تفارق الميم الفم أعرب بالحركات فصل والأفصح في الهن النقص أي حذف اللام فيعرب بالحركات ومنه الحديث من تعز بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا ويجوز النقص في الأبي والأخ والحم ومنه قوله بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم وقول بعضهم في التثنية أبان وأخان وقصرهن أولى من نقصهن كقوله إن أباها وأبى أباها قد بلغا في المجد غايتاها وقول بعضهم مكره أخاك لا بطل وقولهم للمرأة حماة الباب الثاني المثنى وهو ما وضع الاثنين وأغنى عن المتعاطفين كالزيدان والهندان فإنه يرفع بالألف ويجر وينصب بلياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها وحملوا عليه أربعة ألفاظ إثنين واثنتين مطلقا وكلا وكلتا مضافين للمضمري فإن أضيف إلى الظاهر لزمتهم الألف الباب الثالث باب جمع المذكر السالم كالزيدون والمسلمون فإنه يرفع بالواوي ويجر وينصب بلياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها ويشترط في كل ما يجمع هذا الجم ثلاثة شروط أحدها الخلو من تاء التأنيث فلا يجمع نحو طلحة وعلامة الثاني أن يكون لمذكر فلا يجمع نحو زينب وحائض الثالث أن يكون لعاقل فلا يجمع نحو واشق علما لكلب وسابق صفة لفرس ثم يشترط أن يكون إما علما غير مركب تركيبا إسناديا ولا مسجيا فلا يجمع نحو برق نحره ومعدي كرب وإما صفة تقبل التاء أو تدل على التفضيل نحو قائم ومذنب وأفضل فلا يجمع نحو جريح وصبور وسكران وأحمر فصل وحملوا على هذا الجمع أربعة أنواع أحدها أسماء جموع وهي ألو وعالمون وعشرون وبابه والثاني جموع تكسير وهي بنون وحرون وأرضون وسنون وبابه فإن هذا الجمع مضطرد في كل ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيف ولم يكسر نحو عظة وعظين وعزة وعزين وثبت وثبين قال الله تعالى كم لبثتم في الأرض عدد سنين الذين جعلوا القرآن عظين عن اليمين وعن الشمال عزين ولا يجوز ذلك في نحو طمرة لعدم الحذف ولا في نحو عدة وزنة لأن المحذوف الفاء ولا في نحو يد ودم وشذ أبونا وأخونا ولا في اسم وأخت وبنت لأن العوض غير التائي وشذ بنونا ولا في نحو شاة وشفة لأنهما كسر على شياه وشفاه والثالث جموع تصحيح لم تستوفي الشروط كأهلون ووابلون لأن أهلا ووابلا ليسا علمين ولا صفتين ولأن وابلا لغير عاقل والرابع ما سمي به من هذا الجمع وما ألحق به كعليون وزيدون مسمى به ويجوز في هذا النوع أن يجري مجرى غسلين في لزوم الواو والإعراب بالحركات على النون منوّنة ودون هذا أن يجري مجرى عربون في لزوم الواو والإعراب بالحركات على النون منوّنة كقوله وَاعْطَرَتْنِي الْهُمُّ بِالْمَاطِرُونَةِ وَصَدْرُهِ طَالَ لَيْلِي وَبِتُّكَ الْمَدْنُونِ وَاعْطَرَتْنِي الْهُمُّ بِالْمَاطِرُونِ وَدُونَ هَذِهِ أَنْ تَلْزَمَهُ الْوَاوُ وَفَتْحُ النُونِ وَبَعْضُهُمْ يُجْرِي بَنِينَ وَبَابَ سنين مجرى غسلين قال وكان لنا أبو حسن علي أبا برا ونحن له بنين وقال دعاني من نجد فإن سنينه لعبنا بنا شيبا وشي ابننا مردا وبعضهم يطرد هذه اللغة في جمع المذكر السالم وكل ما حمل عليه ويخرج عليها قوله لا يزالون ضاربين القباب وصدره رب حي عرندس ذي طلال وقوله وقد جاوزت حد الأربعين وصدره وماذا تبتغي الشعراء مني فصل نون المثنى وما حمل عليه مكسورة وفتحها بعد الياء لغة كقوله على أحوذيين استقلت عشية فما هي إلا لمحة وتغيب وقيل لا يختص بالياء كقوله أعرف منها الجيد والعينانا ومنخرين أشبه ربيانا وقيل البيت مصنوع ونون الجمع مفتوحة وكسرها جائز في الشعر بعد الياء كقوله عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعانف آخرين وقوله وقد جاوزت حد الأربعين الباب الرابع الجمع بألف وتاء مزيدتين كهندات ومسلمات فإن نصبه بالكسرة نحو خلق الله السماوات وربما نصب بالفتحة إن كان محذوفا لام كسامعت لغاتهم فإن كانت التاء أصلية كأبيات وأموات أو الألف أصلية كقضاة وغزاة نصب بالفتحة وحمل على هذا الجمع شيئان أولاته نحو قوله تعالى وإن كن أولات حمل وما سمي به من ذلك نحو رأيت عرفات وسكنت أذرعات وهي قرية بالشام فبعضهم يعربه على ما كان عليه قبل التسمية وبعضهم يترك تنوين ذلك وبعضهم يعربه إعراب ما لا ينصرف ورووا بالأوجه الثلاثة قوله تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي الباب الخامس ما لا ينصرف وهو ما فيه علتان من تسع كأحسن أو واحدة منها تقوم مقامهما كمساجد وصحراء فإن جره بالفتحة نحو فحيوا بأحسن منها إلا إن أضيف نحو في أحسن تقويم أو دخلته المعرفة النحو وأنتم عاكفون في المساجد أو موصولة النحو كالأعمى والأصم أو زائدة كقوله رأيت الوليد بن اليزيد مباركا الباب السادس الأمثلة الخمسة وهي كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين نحو تفعلاني ويفعلاني أو واو جمع النحو تفعلونا ويفعلونا أو ياء مخاطبة النحو تفعلين فإن رفعها بثبوت النون وجزمها ونصبها بحثها نحو قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا وأما إلا أن يعفون فالواو لام الكلمة والنون ضمير النسوة والفعل مبني مثل يتربصنا ووزنه يفعلنا بخلاف قولك الرجال يعفون فالواو ضمير المذكرين والنون علامة رفع فتحذف نحو وأن تعفو أقرب للتقوى ووزنه تفعو وأصله تعفو الباب السابع الفعل المضارع المعتل الآخر وهو ما آخره ألف كيخشى أو ياء كيرمي أو واو كيدعو فإن جزمهن بحذف الآخر فأما قوله ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد فضرورة وأما قوله تعالى إنه من يتقي ويصبر في قراءة قنبل فقيل من موصولة وتسكين يصبر إما لتوالي حركات الباء والراء والفاء والهمزة أو على أنه وصل بنية الوقف وإما على العطف على المعنى لأن من الموصولة بمعنى الشرطية لعمومها وإبهامها تنبيه إذا كان حرف العلة بدلا من همزة يقرأ ويقرئ ويوضئ فإن كان الإبدال بعد دخول الجازم فهو إبدال قياسي ويمتنع حينئذ الحذف لاستيفاء الجازم مقتضاه وإن كان قبله فهو إبدال شاذ ويجوز مع الجازم الإثبات والحذف بناء على الاعتداد بالعارض وعدمه وهو الأكثر فصل وتقدر الحركات الثلاث في لسم المعرب الذي آخره ألف لازمة نحو الفتاء والمصطفى ويسمى معتلا مقصورا والضمة والكسرة في لسم المعرب الذي آخره ياء لازمة مقصور ما قبلها نحو المرتقي والقاضي ويسمى معتلا منقوصا وخرج بذكر الاسم نحو يخشى ويرمي وبذكر اللزوم نحو رأيت أخاك ومررت بأخيك وباشتراط الكسرة نحو ضبي وكرسي وتقدر الضمة والفتحة في الفعل المعتل بالألف نحو هو يخشاها ولن يخشاها والضمة فقط في الفعل المعتل بالواو أو الياء نحو هو يدعو وهو يرمي وتظهر الفتحة في الواو والياء نحو إن القاضي لن يرمي ولن يغزو هذا باب النكرة والمعرفة لسم نكرة وهي الأصل وهي عبارة عن نوعين أحدهما ما يقبل المؤثرة للتعريف كرجل وفرس ودار وكتاب والثاني ما يقع موقع ما يقبل المؤثرة للتعريف نحو ذي ومن وما في قولك مررت برجل ذي مال وبمن معجب لك وبما معجب لك فإنها واقعة موقع صاحب وإنسان وشيء وكذلك نحو صه منون فإنه واقع موقع قولك سكوتا ومعرفة وهي الفرع وهي عبارة عن نوعين أحدهما ما لا يقبل أل البتة ولا يقع موقع ما يقبلها نحو زيد وعمر والثاني ما يقبل أل ولكنها غير مؤثرة للتعريف نحو حارث وعباس وضحاك فإن أل الداخلة عليها للمح الأصل بها وأقسام المعارف سبعة المضمر كأنا وهم والعلم كزيد وهند والإشارة كذا وذي والموصول كالذي والتي وذو الأداة كالغلام والمرأة والمضاف لواحد منها كابني وغلام والمنادى نحو يا رجل لمعين فصل في المضمر المضمر والضمير إسمان لما وضع لمتكلم كأنا أو لمخاطب كأنت أو لغائب كهو أو لمخاطب طارة ولغائب أخرى وهو الألف والوا والنون كقوما وقاما وقوموا وقاموا وقمنا فصل في المضمر المضمر والضمير إسمان لما وضع لمتكلم كأنا أو لمخاطب كأنت أو لغائب كهو أو لمخاطب طارة ولغائب أخرى وهو الألف والوا والنون وينقسم إلى بارز وهو ما له صورة في اللفظ كتاء قمت وإلى مستتر وهو بخلافه كالمقدر في قم وينقسم البارز إلى متصل وهو ما لا يفتتح به النطق ولا يقع بعد إلا كيا ابني وكاف أكرمك وهاء سلنيه ويائه وأما قوله وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كضيار فضرورة وإلى منفصل وهو ما يبتدأ به ويقع بعد إلا نحو أنا تقول أنا مؤمن وما قام إلا أنا وينقسم المتصل بحسب مواقع الإعراب إلى ثلاثة ما يختص بمحل الرفع وهو خمسة التاء كقمت والألف كقام والواه كقام والنون كقم ويا المخاطبة كقوم وما هو مشترك بين محل النصب والجر فقط وهو ثلاثة يا المتكلم نحو ربي أكرمني وكاف المخاطب نحو ما ودعك ربك وهاء الغائب نحو قال له صاحبه وهو يحاوره وما هو مشترك بين الثلاثة وهو ناء خاصة نحو ربنا إننا سمعنا وقال بعضهم لا يختص ذلك بكلمتنا بل الياء وكلمتهم كذلك لأنك تقول قومي وأكرمني وغلامي وهم فعلوا وإنهم ولهم مال وهذا غير سديد لأن ياء المخاطبة غير ياء المتكلم ولأن المنفصل غير المتصل وألفاظ الضمائر كلها مبنية ويختص الاستطار بضمير الرفع وينقسم المستتر إلى مستتر وجوبا وهو ما لا يخلفه ظاهر ولا ضمير منفصل وهو المرفوع بأمر الواحد كقم أو بمضارع مبدوء بتاء خطاب الواحد كتقوم أو بمضارع مبدوء بالهمزة كأقوم أو بالنون كنقوم أو بفعل استثناء كخلا وعدى ولا يكون في نحو قولك قاموا ما خلا زيدا وما عدا عمرا ولا يكون زيدا أو بأفعل في التعجب أو بأفعل التفضيل كأحسن الزيدين وهم أحسن أثافا أو باسم فعل غير ماض كأوه ونزال وإلى مستتر جوازا وهو ما يخلفه ذلك وهو المرفوع بفعل الغائب أو الغائبة أو الصفات المحضة أو اسم الفعل الماضي نحو زيد قام وهند قامت وزيد قائم أو مضروب أو حسن وهيهات هلا ترى أنه يجوز زيد قام أبوه أو ما قام إلا هو وكذا الباقي تنبيه هذا التقسيم تقسيم ابن مالك وابن يعيش وغيرهما وفيه نظر إذ الاستطار في نحو زيد قام واجب فإنه لا يقال قام هو على الفاعلية وأما زيد قام أبوه أو ما قام إلا هو فتركيب آخر والتحقيق أن يقال ينقسم العامل إلى ما لا يرفع إلا الضمير المستكرة كأقوم وإلى ما يرفعه وغيره كقام وينقسم المنفصل بحسب مواقع الإعراب إلى قسمين ما يختص بمحل الرفع وهو أنا وأنت وهو وفروعهن ففرع أنا نحن وفرع أنت أنت وأنتما وأنتم وأنتن وفرعهو هي وهما وهم وهن وما يختص بمحل النصب وهو إيا مردفا بما يدل على المعنى المراد نحو إيايا للمتكلم وإياك للمخاطة وإياه للغائب وفروعها وفروعها إيانا إياك إياك إياكما إياكم إياكنا إياها إياهما إياهم إياهن تنبيه المختار أن الضمير نفس إياه وأن اللواحق لها حروف تكلم وخطاب وغيبة فصل القاعدة أنه متى تأتى اتصال الضمير لم يعدل إلى انفصاله فنحو قمت وأكرمتك لا يقال فيهما قام أنا ولا أكرمت إياك فأما قوله وما أصاحب من قوم فأذكرهم إلا يزيدهم حبا إليهم وقوله بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير فضرورة ومثال ما لم يتأتى فيه الاتصال أن يتقدم الضمير على عامله نحو إياك نعبد أو يلي إلا نحو أمر ألا تعبد إلا إياه ومنه قوله وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثله لأن المعنى ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا ويستثنى من هذه القاعدة مسألتان إحدهما أن يكون عامل الضمير عاملا في ضمير آخر أعرف منه مقدم عليه وليس مرفوعا فيجوز حينئذ في الضمير الثاني الوجهان ثم إن كان العامل فعلا غير ناسخ فالوصل أرجح كالهاء من سلنيه قال الله تعالى فسيكفي كهم الله وقال أنلزمكموها وقال إن يسألكموها ومن الفصل إن الله من لككم إياهم وإن كان اسما فالفصل أرجح نحو عجبت من حبي إياه ومن الوصل قوله لقد كان حبيك حقا يقينا وإن كان فعلا ناسخا نحو خلتنيه فالأرجح عند الجمهور الفصل كقوله أخي حسبتك إياه وقد ملئت أرجاء صدرك بالأضغان والإحلي وعند الناظم والرماني وابن الطراوة الوصل كقولك إذا لم تزل اكتساب الحمد مبتدرا بلغت صنع امرئ بر إخالكه الثانية أن يكون منصوبا بكان أو إحدى أخواتها نحو الصديق كنته أو كانه زيد وفي الأرجح من الوجهين الخلاف المذكور ومن ورود الوصل قوله لإن كان إياه لقد حال بعدنا عن العهد والإنسان قد يتغير ولو كان الضمير السابق في المسألة الأولى مرفوعا وجب الوصل نحو ضربته ولو كان غير أعرف وجب الفصل نحو أعطاه إياك أو إياي أو أعطاك إياي ومن ثم وجب الفصل إذا اتحدت الرتبة نحو ملكتني إياي وملكتك إياك وملكته إياه وقد يباح الوصل إن كان الاتحاد في الغيبة واختلف لفظ الضميرين كقوله وقد جعلت نفسي تطيب لضغمة لضغمه ما يقرع العظم نابها أنا لهماه قفو أكرم والدي انتهى الشريط الأول وللكتاب بقية على الشريط التالي وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب فصل قد مضى النياء المتكلم من الضمائر المشتركة بين محل النصب والخفض فإن نصبها فعل أو اسم فعل أو ليت وجب قبلها مون الوقاية فأما الفعل فنح دعاني ويكرمني وأعطني وتقول قام القوم ما خلاني وما عداني وحاشاني إن قبرتهن أفعالا قال تمل الندام ما عداني فإنني بكل الذي يهوى نديم يمولع وتقول ما أفقرني إلى عفو الله وما أحسنني إن اتقيت الله وقال بعضهم عليه رجلا ليسني أي ليلزم رجلا غيري وأما تجويز الكوفي ما أحسني فمبني على قوله إن أحسن ونحو اسم وأما قوله إن ذهب القوم الكرام ليسي فضرورة وأما نحو تأمروني فالصحيح أن المحذوف نون الرفع وأما اسم الفعل فنحو ضراكني وتراكني وعليكني بمعنى أدركني وبمعنى اتركني وبمعنى الزمني وأما ليت فنحو يا ليتني قدمت لحياتي وأما قوله ولجت وكنت أولهم ملودا فيا ليتي إذا ما كان ذاكم فضرورة عند سيبوي وقال الفراء يجوج ليتني وليتي وإن نصبها لعل فالحسف نحو لعلي أبلغ الأسباب أكثر من الإثبات كقوله أريني جوادا مات هزلا لعلني أرى ما طرين أو بخيلا مخلدا وهو أكثر من ليتني وغلط ابن الناظم فجعل ليتي نادرا ولعلني ضرورة وإن نصبها بقية أخواتي ليت ولعل وهي إن وأن ولكن وكأن فالوجهان كقوله وإن وإني على ليلة لزار وإن وإن ذاك فيما بيننا مستجيمها وإن خفضها حرف فإن كان من أو عن وجبت النون إلا في الضرورة كقوله أيها السائل عنهم وعني لست من قيس ولا قيس مني وإن كان غورهما امتنع نحو لي وبي وفي وخلايا وعدايا وحاشايا قال في فتية جعلوا الصليب إلههم حاشايا إني مسلم معذور وإن خفضها مضاف فإن كان لد أو قط أو قد فالغالب الإثبات ويدوز الحرف فيه قليلا ولا يختص بالضرورة كنافا لسيبوي وغلط ابن الناظم فجعل الحرف في قد وقط أعرف من الإثبات ومثال ما قد بلغت من لدني عذرا ومنه قد ني من نصر الخبيبين قدي ليس الإمام بالشحيح المرحد وإن كان غيرهن امتنعت نحو أبي وأخي هذا باب العلم وهو نوعان جنسي وسيأتي وشخصي وهو اسم يعين مسماه تعيينا مطلقا فخرج بذكر التعين النكرات وبذكر الإطلاق ما عدى العلم من المعرف فإن تعينها لمسمياتها تعيين مقيم ألا ترى أن ذا الألف واللام مثلا إنما يعين مسماه ما دامت فيه أل فإذا فارقته فارقه التعين ونحو هذا إنما يعين مسماه ما دام حاضر وكذا الباقي فصل ومسماه نوعان هلو العلم من المذكرين كجعفر والمؤنثات كخرنق وما يؤلف كالقبائل كقرن والبلاد كعدن والخيل كلاحق والإبل كشذقم والبقر كعرار والغنم كهيلة والكلاب كواشق فصل وينقسم إلى مرتجل وهو مستعمل من أول الأمر علما كأدد لرجل وسعاد لامرأة ومنقول وهو الغالب وهو مستعمل قبل العلمية لغيرها ونقله إما من اسم إما لحدث كزيد وفضل أو لعين كأسد وثور وإما من وصف إما لفاعل كحارث وحسن أو لمفعول كمنصور ومحمد وإما من فعل إما ماضي تشمر أو مضارع كيشكرا وإما من جملة إما فعلية كشاب قرناها أو اسمية كزيد منطلق وليس بمسموع ولكنهم قاسوه وعن سيب ويلي الأعلام كلها منقولة وعن الزجاج الأعلام كلها مرتجلة فصل وينقسم وينقسم أيضا إلى مفرد كزيد وإلى مركب وهو ثلاثة أنواع مركب إسنادي كبرق نحره وشاب قرناها وهذا حكمه الحكاية قال نبئت أخوالي بني يزيد ظلما علينا لهم وفديد ومركب مسجي وهو كل كلمتين نزلت ثانيتهما منزل تاء التأنيف مما قبلها فحكم الأول أن يفتح آخره كبعل بك وحضر موت إلا إن كان ياء فيسكن كمعد كرب وقال قلى وحكم الثاني أن يعرب بالضمة والفتحة إلا إن كان كلمة ويه فيبنى على الكسر كسيب ويه وعمر ويه ومركب الإضافي وهو الغالب وهو كل اسم نزل ثانيه منزلة التنوين مما قبله كعبد الله وأبي قحاف وحكمه أن يجرى الأول بحسب العوامل الثلاثة رفعا ونصبا وجرى ويجر الثاني بالإضافة فصل وينقسم أيضا إلى اسم وكمية ولقب فالكمية كل مركب إضافي في صدره أب أو أم كأبي بكر وأم كلثوم واللقب كل ما أشعر برفعة المسمى أو ضعته كزين العابدين وأنف الناقة والاسم ما عدهما وهو الغالب كزيد وعمر ويؤخر اللقب عن اسم كزيد زين العابدين وربما يقدمك قوله أنا ابن مزيق يا عمر وجد أبوه منذر ماء السماء ولا ترتيب بين الكمية وغيرها قال أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا ضبر فاغفر له اللهم إن كان فجر وقال حسان وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمري وفي نسخة من الخلاصة ما يقتضي أن اللقب يجب تأخيره عن الكمية كأبي عبد الله أن في الناقة وليس كذلك ثم إن كان اللقب وما قبله مضافين كعبد الله زين العابدين أو كان الأول مفردا والثاني مضافا كزيد زين العابدين أو كان بالعكس كعبد الله قرز أتبعت الثانية للأول إما بدلا أو عطف بيان أو قطعته عن التبعية إما برفعه خبرا لمبتدأ محذوف أو بنصبه مفعولا لفعل محذوف وإن كان مفردين كسعيد كرز جاز ذلك ووجه آخر وهو إضافة الأول إلى الثاني وجنهور البصريين يوجب هذا الوجه ويرده النظر وقولهم هذا يحيى عينان فصل والعلم الجنسي اسم يعين مسماه بغير قيد تعيين ذل الأداة الجنسية أو الحضورية تقول أسامة أجرأ من ثعالة فيكون بمنزلة قولك الأسد أجرأ من الثعلب وقال في هذين للجنس وتقول هذا أسامة مقبلة فيكون بمنزلة قولك هذا الأسد مقبلة وأل في هذا لتعريف الحضور وهذا العلم يشبه علم الشخص من جهة الأحكام اللفظية فإنه يمتنع من أل ومن الإضافة ومن الصرف إن كان ذا سبب آخر كالتأنيث في أسامة وثعالة وكوزن الفعل في بنات أربرة وابن آوى وابتدأ به ويأتي الحال منه كما تقدم في المثالين ويشبه النكرة من جهة المعنى لأنه شائع في أمته لا يختص به واحد دون آخر فصل ونسمى علم الجنس ثلاثة أنواع أحدها هو الغالب أعيان لا تؤلف كالسباع والحشرات كأسامة وثعالة وأبي جعدة للذئب وأم عريط للعقرب والثاني أعيان تؤلف كهيان بن بيان للمجهول العين والنس وأبي المضاء للفرس وأبي الضغفاء للأحمق والثالث أمور معنوية كسبحان للتسبيح وكيسان للغدر ويسار للميصرة وفجار للفجرة وبر للمبر هذا باب أسماء الإشارة والمشار إليه إما واحد أو اثنان أو جماعة وكل واحد منها إما مذكر وإما مؤنث فللمفرد المذكر ذا وللمفرد المؤنث عشرة وهي ذي وتي وذه وته وذه وته وذه وته وذات وتاء وللمثنة ذاني وتاني رفعا وذين وتيني جرا ونصبا ونحو إن هذان لساحران مؤول ولجمعهما أولاء ممدودا عند الحجازيين مقصورا عند تميم ويقل مجيئه لغير العقلاء كقوله ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام فصل وإذا كان المشار إليه بعيدا لحقته كاف حرفية تتصرف تصرف الكاف لسمية غالبة ومن غير الغالب ذلك خير لكم ولك أن تزيد قبلها لاما إلا في التثنية مطلقا وفي الجمع في لغة من مده وفي ما سبقته ها وبنو تميم لا يأتون باللام مطلقا فصل ويشار إلى المكان القريب بهنا أو هاهنا نحو إنا هاهنا قاعدون وللبعيد بهناك أو هاهناك أو هنالك أو هنى أو هنى أو هنت أو ثم نحو وأزلفنا ثم الآخرين هذا باب الموصول وهو ضربان حرفي وسمي فالحرفي كل حرف أول مع صلاته بمصدر وهو ستة أنا وأن وما وكي ولو والذي نحو أولم يكفيهم أنا أنزلنا وأنت صوموا خير لكم بما نسوا يوم الحسان لكي لا يكون على المؤمنين حرج يود أحدهم لو عمروا ألف سنة وخط كالذي خاضوا والاسم يدرباني نص ومشترك فالنص ثمانية منها للمفرد المذكر الذي للعالم وغيره نحو الحمد لله الذي صدقنا وعده هذا يومكم الذي كنتم توعدون وللمفرد المؤنث التي للعاقلة وغيرها نحو قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ولتثنيتهم اللذان واللتان رفع والذين والتين جرا ونصبا وكان القياس في تثنيتهم وتثنيت ذا وتا أن يقال الذيان والتيان وذيان وتيان كما يقال القاضيان بإثبات الياه وفتيان بقلب الألف ياء ولكنهم فرقوا بين تثمية المبني والمعرب فحذفوا الآخر كما فرقوا في التصغير إذ قالوا الَّذَيَّا وَالَّذَيَّا وَذَيَّا وَذَيَّا وَتَيَّا فأتقوا الأول على فتحه وزادوا ألفا في الآخر عواضا عن ضمة التصغير وتميم وقيس تشدد النون فيهما تعويضا من المحذوف أو تأكيدا للفرق ولا يختص ذلك بحالة الرفع خلافا للبصريين لأنه قد قرئ في السبع ربنا أرنا اللذين وإحدى ابنتي هاتين بالتشديد كما قرئ والذان يأتيانها منكم فذانك مرهانان من ربك وبالحارث بن كعب وبعض ربيعة يحذفون نون اللذان واللتان قال أبني كليب إن عمي اللذى قتل الملوك وفكك الأغلال وقال هم اللتا لو ولد التميم لقيل فخر لهم صميم ولا يجوز ذلك في ذان وتان للإلباس وتلخص أن في نون الموصول ثلاث لغات وفي نون الإشارة لغتان ولجمع المذكر كثيرا ولغيره قليلا الأولى مقصورا وقد يمدوا والذين بالياء مطلقا وقد يقالوا بالواو رفعا وهو لغة هذيل أو عقيل قال نحن اللذون صبحوا الصباح يوما نخيل غارة من حاحة ولجمع المؤنث اللاتي واللائي وقد تحذفوا يا أبما وقد يتقارض الأولى واللائي قال محى حبها حب الأولى كن قبلها وحلت مكانا لم يكن حل من قبله أي حب اللاتي وقال فما آباؤنا بأمن منه علينا اللاء قد مهد الحجور أي الذين والمشترك ستة من وما وأي وأل وذو وذا فأما من فإنها تكون للعالم نحو ومن عنده علم الكتاب ولغيره في ثلاث مسائل إحداه أن ينزل منزلته نحو من لا يستجرب له وقوله أسرب القطى هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطيره وقوله ألاعم صباحا أيها الطلل البالي وهل يعمن من كان في العصر الخالي فدعاء الأصنام ونداء القطى والطلل سوغ ذلك الثانية أن يجتمع مع العاقل فيما وقعت عليه من نحو أفمن يخلق كمن لا يخلق لشموله الآدميين والملائكة والأصنام ونحو ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض ونحو من يمشي على رجلين فإنه يشمل الآدمية والطائرة الثالثة أن يقترن به في عموم فصل بمن نحو من يمشي على بطنه ومن يمشي على أربع يقترانهما بالعاقل في عموم كل دابة وأما ما فإنها لما لا يعقل وحده نحو ما عندكم ينفد وله مع العاقل نحو سبح لله ما في السماوات وما في الأرض ولأنواع من يعقل نحو فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع وللمبهم أمره كقولك وقدرأيت شبحا انظر إلى ما ظهر والأربعة الباقية للعاقل وغيره فأما أي فخالف في موصوليتها ثعلا ويرده قوله إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل ولا تضاف لنكرة خلافا لابن أصفور ولا يعمل فيها إلا مستقبل متقدم نحو لننزعن من كل شيعة أيهم أشد خلافا للبصريين وسئل الكسائي لما لا يجوز أعجبني أيهم قام فقال أي كذا خلقت وقد تؤنث وتثنى وتجنع وهي معربة فقيل مطلقا وقال سبويه تبنى على الضم إذا أضيفت لفظا وكان صدر صدتها ضميرا محذوفا نحو ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية وقوله على أيهم أفضل وقد تعرب حينئذ كما رويت الآية بالنصب والبيت بالجري وأما قال فنحو إن المصبقين والمصبقات ونحو والسقف المرفوع والبحر المسجور وليست مرصولا حرفيا خلافا للمازني ومن وافقه ولا حرف تعريف خلافا لأب الحسن وأما ذو فخاصة بطي والمشهور بناؤها وقد تعرب كقوله فحسبي من ذي عندهم ما كفانيا وصدره فإما كرام موسرون لقيتهم في من رواه بلياء والمشهور أيضا إفرادها وتذكيرها كقوله فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويته وقد تؤنث وتثنى وتجمع حكاه ابن الشراج ونازع في ثبوت ذلك ابن مالك وكلهم حكى ذات للمفردة وذوات لجمعها مضمومتين كقوله بالفضل ذو فضلكم الله به والكرامة ذات أكرمكم الله به وقوله ذوات ينهضن بغير سائقي وصدره جمعتها من أينك موارقي وحكي إعرابها إعراب ذات وذوات بمعنى صاحبة وصاحبات وأما ذا فشرط موصوليتها ثلاثة أمور أحدها ألا تكون للإشارة نحو من ذا الذاهب وماذا التواني والثاني ألا تكون ملغاتا وذلك بتقديرها مركبة مع ماء في نحو ماذا صنعت كما قبرها كذلك من قال عن ماذا تسأل فأثبت الألف لتوسطها ويجوز الإلغاء عند الكوفيين وابن مالك على وجه آخر وهو تقديرها زائدة والثالث أن يتقدمها استفهام بما باتفاق أو بمن على الأصح كقول لبيد ألا تسألان المرء ماذا يحاول أنحب فيقضى أم ضلال وباطل وقوله فمن ذا يعز الحزين وتمام البيت ألا إن قلبي لدى الضاعنين حزين فمن ذا يعز الحزين والكوفي لا يشترط ماء ولا من واحتج بقوله عدس ما لعباد عليك إمارة أمنت وهذا تحملين طليق أي الذي تحملينه طليق وعندنا أن هذا طليق جملة اسمية وتحملين حال أي وهذا طليق محمولا لك فصل وتفتقر كل الموصولات إلى صلة متأخرة عنها مجتملة على ضمير مطابق لها يسمى العائدة والصلة إما جملة وشرطها أن تكون خبرية معهودة إلا في مقام التهويل والتفخين فيحسن إبهامها فالمعهودة كجاء الذي قام أبوه والمبهمة فغشيهم من اليم ما غشيهم ولا يجوز أن تكون إن شائية كبعتكه ولا طلبية كضربه ولا تضربه وإما شبهها وهي ثلاثة الظرف المكاني والجار والمجرور التامان نحو الذي عندك والذي في الدار يتعلقهما باستقر محذوفا والصفة الصريحة أي الخالصة للوصفية وتختص بالألف واللام كضارب ومضروب وحسن بخلاف ما غلبت عليها الاسمية كأبتح وأجرع وصاحب وراكب وقد توصل بمضارع كقوله ما أنت بالحكم اترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذر رأي والجدل ولا يختص ذلك عند ابن مالك بالضرورة فصل ويجوز حذف العائد المرفوع إذا كان مبتدأ مخبرا عنه بمفرد فلا يحذف في نحو جاء اللذان قام أو ضرب لأنه غير مبتدأ ولا في نحو جاء الذي هو يقوم أو هو في الدار لأن الخبر غير مفرد فإذا حذف الضمير لم يدل عليه دليل إذ الباقي بعد الحذف صالح لأن يكون صلة كاملة لخلاف الخبر المفرد نحو أيهم أشد ونحو وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي هو إله في السماء أي معبود فيها ولا يكثر الحذف في صلة غير أي إلا إن طالت الصلة وشذت كراءة بعضهم تماما على الذي أحسنوا وقوله من يعنى بالحمد لم ينطق بما سفهم ولا يحد عن سبيل المجد والكرم والكوفيون يقيسون على ذلك ويجوز حذف المنصوب إن كان متصلا ومعصبه فعل أو وصف غير صلة الألف واللام نحو ويعلم ما تسرون وما تعلنون وقوله ما الله مليك فضل فاحمدنه به فما لدى غيره نفع ولا ضرر بخلاف جاء الذي إياه أكرمت وجاء الذي إنه فاضل أو كأنه أسد أو أنا ضارب وشد قوله ما المستفز الهوى محمود عاقبة ولو أتيح له صف بلا كدر وحذف منصوب الفعل كثير ومنصوب الوصف قليل ويجوز حذف المجرور بالإضافة إن كان المضاف وصفا غير ما نحو فاقض ما أنت قاب بخلاف جاء الذي قام أبوه وأنا أمس ضاربه والمجرور بالحرف إن كان الموصول أو الموصوف بالموصول مجرورا بمثل ذلك الحرف معنا ومتعلقا نحو ويشرب مما تشربون أي منه وقوله لا تركنن إلى الأمر الذي ركنت أبناء يعصر حين اضطرها القدر وشذ قوله وأي الدهر ذو لم يحسدون ومن حسد يجور علي قوم أي فيه وقوله وهو وهو على من صبه الله علقم أي عليه فحدث العائد المجرور مع انتفاء خفض الموصول في الأول ومع اختلاف المتعلق في الثاني وهما صب وعلقم هذا باب المعرفة بالأدات وهي الل لاللام وحدها وفاقا للخليل وسيبوي وليست الهمزة زائدة خلافا لسيبوي وهي إما جنسية فإن لم تخلفها كل فهي لبيان الحقيقة نحو وجعلنا من الماء كل شيء حي وإن خلفتها كل حقيقة فهي لشمول أفراد الجنس نحو وخلق الإنسان ضعيفا وإن خلفتها مجازا فلشمول خصائص الجنس مبالغتا نحو أنت الرجل علم وإما عهدية والعهد إما ذكري نحو فعصى فرعون الرسول أو علمي نحو بالواد المقدس إذ هما في الغار أو حضوري نحو اليوم أكملت لكم دينكم انتهى الوجه الأول فصل وقد ترد الزائدة أي غير معرفة وهي إما لازمة كالتي في علم قارنت وضعه كالسمو ألي واليسع واللات والعزة أو في إشارة وهو الآن وفاقا للزجاج والناظم أو في موصول وهو الذي والتي وفرعهما لأنه لا يجتمع تعريفان وهذه معارف بالعالمية والإشارة والصلة وإما عارضة إما خاصة بالضرورة كقوله ولقد نهيتك عن بنات الأوبري وقوله صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري لأن بنات أوبر علم والنفس تمييز فلا يقبلان التعريف ويلتحق بذلك ما زيد شثوذا نحو دخل الأول فالأول وإما مجوزة للمح الأصل وذلك أن العلم المقبول مما يقبل أل قد يلمح أصله فتدخل عليه أل وأكثر وقوع ذلك في المنقول عن صفة كحارث وقاسم وحسن وحسين وعباس وضحاك وقد يقع في المنقول عن مصدر كفضل أو اسم عين كنعمان فإنه في الأصل اسم للدم والباب كله سماعي فلا يجوز في نحو محمد وصالح ومعروف ولم تقع في نحو يزيد ويشكر لأن أصله الفعل وهو لا يقبل أل وأما قوله رأيت الوليد ابن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله فضرورة سهلها تقدم ذكر الوليد فصل من المعرف بالإضافة أو الأداة ما غلب على بعض من يستحقه حتى التحق بالأعلام فالأول كابن عباس وابن عمر بن الخطاب وابن عمر بن العاص وابن مسعود غلبت على العبادلة دون من عداهم من إخوتهم والثاني كالنجم للثورية والعقبة والبيت والمدينة والأعشى وألهذه زائدة لازمة إلا في نداء أو إضافة فيجب حذفها نحو يا أعشى باهلة وأعشى تغلب وقد يحذف في غير ذلك سمع هذا عيوق طالعا وهذا يوم اثنين مباركا فيه هذا باب المبتدأ والخبر المبتدأ اسم أو بمنزلته مجرد عن العوامل اللفظية أو بمنزلته مخبر عنه أو وصف رافع لمكتفا به فالاسم نحو الله ربنا ومحمد نبينا والذي بمنزلته نحو وأن تصوم خير لكم وسواء عليهم أأنظرتهم أم لم تنذرهم وتسمع بالمعيدي خير من أن تراه والمجرد كما مثلنا والذي بمنزلة المجرد نحو هل من خالق غير الله يرزقكم من السماوات والأرض وبحسبك درهم لأن وجود الزائد كلا وجود ومنه عند سيبوي بأيكم المفتون وعند بعضهم ومن لم يستطع فعليه بالصوم والوصف نحو أقائم هذان وخرج نحو نزال فإنه لا مخبر عنه ولا وصف ونحو أقائم أبواه زيد فإن المرفوع بالوصف غير مكتف به فزيد مبتد والوصف خبر ولابد للوصف المذكور من تقدم نفي أو استفهام نحو خليلي ما واف دعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على من أقاطع ونحو أقاطن قوم سلما أمن وضعنا إن يضعن فعجيب عيش من قطن خلافا للأخفش والكوفيين ولا حجة لهم في نحو خبير بنوا لهب فلا تكوم الغياء مقالة لهبي إذا الطير مرته خلافا للناظم وابنه لجواز كون الوصف خبرا مقدما وإنما صح الإخبار به عن الجمع لأنه على فعيل فهو على حد والملائكة بعد ذلك ظهير وإذا لم يطابق الوصف ما بعده تعينت ابتدائيته نحو أقائم أخواك وإن طابقه في غير الإفراد تعينت خبريته نحو أقائمان أخواك أقائمون إخوتك وإن طابقه في الإفراد احتم لهما نحو أقائم أخوك وارتفاع المبتدأ بالابتداء وهو التجرد للإسناد وارتفاع الخبر بالمبتدأ لا بالابتداء ولا بهما وعن الكوفيين أنهما ترافع فصل والخبر الجزء الذي حصلت به الفائدة مع مبتدأ غير الوصف المذكور فخرج فاعل الفعل فإنه ليس بمبتدأ وفاعل الوصف وهو إما مفرد وإما جملة والمفرد إما جامد فلا يتحمل ضمير المبتدأ نحو هذا زيد إلا إن أول بالمشتق نحو زيد أسد إذا أريد به شجاع وإما مشتق فتحمل ضميره نحو زيد قائم إلا إن رفع الظاهرة نحو زيد قائم أبواه ويبرز الضمير المتحمل إذا جرى الوصف على غير من هو له سواء ألبس نحو غلام زيد ضارب هو إذا كانت الهاء للغلام أم لم يلبس نحو غلام هند ضاربته هي والكوفي إنما يلتزم الإبراز عند الإلباس تمسكا بنحو قوله قوم ذر المجد بانوها وقد علمت بكنه ذلك عدنان وقحطان والجملة إما نفس المبتدأ في المعنى فلا تحتاج إلى رابط النحو هو الله أحد إذا قدر هو ضمير شأن ونحو فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا ومنه نطقي الله حسبي لأن المراد بالنطقي المنطوق به وإما غيره فلابد من احتوائها على معنى المبتدأ الذي هي مسوقة له وذلك بأن تشتمل على اسم بمعناه وهو إما ضميره مذكورا نحو زيد قائم أبوه أو مقدرا نحو السمن منوان بدرهم أي منه وقراءة ابن عامر وكل وعد الله الحسن أي وعده أو إشارة إليه نحو ولباس التقوى ذلك خير إذا قدر ذلك مبتدأ ثانيا لا تابع للباس قال الأخفش أو غيرهما نحو والذين يمسكون بالكتاب وأقام الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين أو على اسم بلفظه ومعناه نحو الحاقة ما الحاقة أو على اسم أعم منه نحو زيد نعم الرجل ونحو قوله ألا ليتشاري هل إلى أم جحدر سبيل فأما الصبر عنها فلا صبرا فصل ويقع الخبر ظرفا نحو والركب أسفل منكم ومجرورا نحو الحمد لله والصحيح أن الخبر في الحقيقة متعلقهما المحذوف وأن تقديره كائن أو مستقر لا كان أو استقر وأن الضمير الذي كان فيه انتقل إلى الظرف والمجرور كقوله فإن فؤادي عندك الظهر أدمعه ويخبر بالزمان عن أسماء المعاني نحو الصوم اليوم والصفر غدا لا عن أسماء الذوات نحو زيد اليوم فإن حصلت فائدة جازة كأن يكون المبتدأ عاما والزمان خاصا نحو نحن في شهر كذا وأما نحو الورد في أيار واليوم خمر والليلة الهلال فالأصل خروج الورد وشرب خمر ورؤية الهلال فصل ولا يبتدأ بنكرة إلا إن حصلت فائدة كأن يخبر عنها بمختص مقدم ظرف أو مجرور نحو ولدينا مزيد وعلى أبصارهم غشاوة ولا يجوز رجل في الدار ولا عند رجل مال أو تتلو نفيا نحو ما رجل قائم أو استفهام نحو أإله مع الله أو تكون موصوفة سواء ذكر نحو ولا عبد مؤمن خير أو حذفة الصفة نحو السمن منوان بدرها ونحو وطائفة قد أهمتهم أنفسه أي منوان منه وطائفة من غيركم أو الموصوف كالحديث سوداء ولود خير من حسناء عقيم أي امرأة سوداء أو عاملة عمل الفعل كالحديث أمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة ومن العاملة المضافة كالحديث خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة ويقاس على هذه المواضع ما أشباها نحو قصدك غلامه رجل وكم رجلا في الدار وقول لولا اصطبار لأودى كل ذيمقة لما استقلت مطاياهن للضعن وقول رجيل في الدار لشبه الجملة بالظرف والجار والمجرور واسم الاستفهام بالاسم المقرون بحرفه وتالي لولا بتالي النفي والمصغر بالموصوف فصل وللخبر ثلاث حالات إحداها التأخر وهو الأصل كزيد قائم ويجب في أربع مسائل إحداها أن يخاف التباسه بالمبتدأ وذلك إذا كان معرفتين أو متساويين ولا قرين أحوزيد أخوك وأفضل منك أفضل مني بخلافي رجل صالح حاضر وأبو يوسف أبو حنيفة وقوله بنونا بنوا أبنائنا وبنوتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد أي بنوا أبنائنا مثل بنينا الثانية أن يخاف التباس المبتدأ بالفاعل نحو زيد قام بخلاف نحو زيد قائم أو قام أبوه وأخواك قاما الثالثة أن يقترن بإلا معنا نحو إنما أنت نذير أو لفظا نحو وما محمد إلا رسول فأما قوله كلام النبي وأما قوله وهل إلا عليك المعول فضرورة الرابعة أن يكون المبتدأ مستحقا للتصدير إما بنفسه نحو ما أحسن زيدا ومن في الدار ومن يقم أقم معه وكم عبيد لزيد أو بغيره إما متقدما عليه نحو لزيد قائم وأما قوله أم الحليس لعجوز شهربة ترضى من اللحم بعظم الرقبة فالتقدير لهي عجوز أو اللام زائدة اللالام لابتداء أو متأخرا عنه نحو غلام من في الدار وغلام من يقم أقم معه ومالكم رجل عندك أو مشبها به نحو الذي يأتيني فله درهم فإن المبتدأ هنا مشبه باسم الشرط لعمومه واستقبال الفعل الذي بعده وكونه سببا ولهذا دخلت الفاء في الخبر كما تدخل في جواب الشرط الحالة الثالثة التقدم ويجب في أربع مسائل إحداها أن يوقع تأخيره في لبس ظاهر النحو في الدار رجل وعندك مال وقصدك غلامه رجل وعندي أنك فاضل فإن تأخير الخبر في هذا المثال يوقع في إلباس أن المفتوحة بالمقصورة وأن المؤكدة بالتي بمعنى لعل ولهذا يجوز تأخيره بعد أما كقوله وأما أنني جزع يوم النوى فلوجد كاد يبريني لأن إن المقصورة وأن التي بمعنى لعل لا يدخلان هنا وتأخيره في الأمثلة الأولى يوقع في إلباس الخبر بالصفة وإنما لم يجب تقديم الخبر في نحو وأجل مسمى عنده لأن النكرة قد وصفت بمسمى فكان الظاهر في الظرف أنه خبر لا صفة الثانية أن يقترن المبتدأ بإلا رفض النحو ما لنا إلا اتباع أحمده أو معنى النحو إنما عندك زيد الثالثة أن يكون لازم الصدرية نحو أين زيد أو مضافا إلى ملازمها نحو صبيحة أي يوم صفرك الرابعة أن يعود ضمير متصل بالمبتدأ على بعض الخبر كقوله تعالى أم على قلوب أقفالها وقول الشاعر أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها الحالة الثالثة جواز التقديم والتأخير وذلك فيما فقد فيه موجبهما كقولك زيد قائم فيترجح تأخيره على الأصل ويجوز تقديمه لعدم المانع فصل وما علم من مبتدأ أو خبر جاز حذفه وقد يجب فأما حذف المبتدأ جوازا فنحو من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ويقال كيف زيد فتقول دنف التقدير فعمله لنفسه وإساءته عليها وهو دنف وأما حذفه وجوبا فإذا أخبر عنه بنعة مقطوع لمجرد متح النحو الحمد لله الحميد أو ذن النحو أعوذ بالله من إبليس عدو المؤمنين أو طرح من نحو مررت بعدك المسكين أو بمصدر جيء به بدلا من اللفظ بفعله نحو سمع وطاعة وكقوله فقالت حنان ما أتى بك هاهنا أذو نسب أم أنت بالحي عارفه التقدير أمري حنان وأمري سمع وطاعة أو بمخصوص بمعنى نعم أو بئس مؤخر عنها نحو نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمر إذا قدر خبرين فإن كان مقدما نحو زيد نعم الرجل فمبتدأ لا غير ومن ذلك قولهم من أنت زيد أي مذكورك زيد وهذا أولى من تقدير سيبوي كلامك زيد وقولهم في ذمتي لأفعلن أي في ذمتي ميثاق أو عهد وأما حذف الخبر جوازا فنحو خرجت فإذا الأسد أي حاضر ونحو أكلها دائم وظلها أي كذلك ويقال من عندك فتقول زيد أي عندي وأما حذفه وجوبا ففي مساء إحداها أن يكون كونا مطلقا والمبتدأ بعد لولا نحو لولا زيد لأكرمتك أي لولا زيد موجود فلو كان كونا مقيدا وجب ذكره إن فقد دليله كقول لولا زيد سالمنا ما سلم وفي الحديث لولا قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم وجاز الوجهان إن وجد الدليل نحو لولا أنصار زيد حموه ما سلم ومنه قول أبي العلاء المعري يذيب الرعب منه كل عضب فلولا الغمد يمسكه لسالة وقال الجمهور لا يذكر الخبر بعد لولا وأوجبوه جعل الكون الخاص مبتدأ فيقال لولا مسالمة زيد إيانا أي موجودة ولحن المعري وقال الحديث مروي بالمعنى الثانية أن يكون المبتدأ صريحا في القسم نحو لعمر الله لأفعلن ويمن الله لأفعلن أي لعمرك قسم ويمن الله يمين فإن قلت عهد الله لأفعلن جاز إثبات الخبر لعدم الصراحة في القسم وزعم ابن أصفور أنه يجوز في نحو لعمرك لأفعلن أن يقدر لقسم عمرك فيكون من حذف المبتدأ الثالثة أن يكون المبتدأ معطوفا عليه اسم بواو هي نص في المعيّة نحو كل رجل وضيعته وكل صانع وما صنع الرابعة الرابعة أن يكون المبتدأ أن يكون إما مصدرا عاملا في اسم مفسر بضمير ذي حال لا يصح كونها خبرا عن المبتدأ المذكور نحو ضربي زيدا قائما أو مضافا للمصدر المذكور نحو أكثر شربي السويق ملتوتا أو إلى مؤول بالمصدر المذكور نحو أخطب ما يكون الأمير قائما وخبر ذلك مقدر بإذ كان أو إذا كان عند جمهور البصريين وبمصدر مضاف إلى صاحب الحال عند الأخفش واختاره الناظم فيقدر في ضربي زيدا قائما ضربه قائما ولا يجوز ضربي زيدا شديدا لصلاحية الحال للخبرية فالرفع واجب وشذ قولهم حكمك مصمطا أي حكمك لك مثبتا فصل والأصح جواز تعدد الخبر نحو زيد شاعر كاتب والمانع يدعي تقدير هو للثاني أو أنه جامع للصفتين للإخبار بكل منهما وليس من تعدد الخبر ما ذكره ابن الناظم من قوله يداك يد خيرها يرتجى وأخرى لأعدائها غائضة لأن يداك في قوة مبتدأين لكل مبتدأ منهما خبر ومن نحو قوله الرمان حلو حامض لأنهما بمعنى خبر واحد أي مجز ولهذا يمتنع العطف على الأصح وأن يتوسط المبتدأ بينهما ومن نحو والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم لأن الثاني تابع هذا باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ تشبيها بالفاعل ويسم ثمها وتنصب خبره تشبيها بالمفعول ويسمى خبرها وهي ثلاثة أقسام أحدها ما يعمل هذا العمل مطلقا وهو ثمانية كان وهي أم الباب وأمس وأصبح وأضحى وغلى وبات وصار وليس نحو وكان ربك قديرا الثاني ما يعمله بشرط أن يتقدمه نفي أو نهي أو دعاء وهو أربعة زال ماضي يزال وبرح وفتئ وانفك مثالها بعد النفي ولا يزالون مختلفين وقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين ومنه تالله تفتأ تذكر يوسف وقوله فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطع رأسي لديك وأوصالي إذ الأصل لا تفتأ ولا أبرح ومثاله ما بعد النهي قوله صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين ومثاله بعد الدعاء قوله ولا زال منهلا بجرعائك القطر وقيدت زال بماضي يزال احترازا من زال ماضي يزيل فإنه فعل تام متعد إلى مفعول ومعناه ماذا تقول زل ضأنك عن معزك ومصدره الزيل ومن ماضي يزول فإنه فعل تام قاصر ومعناه الانتقال ومنه إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولإن زالت إن أمسكهما من أحد من بعد ومصدره الزوال الثالث ما يعمل بشرط تقدم مال مصدرية الظرفية وهو دام نحو ما دمت حية أي مدة دوامي حية وسميت ما هذه مصدرية لأنها تقدر بالمصدر وهو الدوام وسميت ظرفية لنيابتها عن الظرف وهو المدة فصل وهذه الأفعال في التصرف ثلاثة أقسام ما لا يتصرف بحال وهو ليس باتفاق ودام عند الفراء وكثير من المتأخرين وما يتصرف تصرفا ناقصا وهو زال وأخواتها فإنها لا يستعمل منها أمر ولا مصدر ودام عند الأقدمين فإنهم أثبتوا لها مضارعا وما يتصرف تصرفا تاما وهو الباقي وللتصاريف في هذين القسمين ما للماضي من العمل فالمضارع نحو ولم أكو بغية والأمر نحو كون حجارة أو حديدة والمصدر كقوله وكونك إياه عليك يسير واسم الفاعل كقوله وما كل من يبد البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا وقوله قضى الله يا أسماء أن لست زائلا أحبك حتى يغمض الجفن مغمض فصل وتوسط أخبارهن جائز خلافا لابن درستويه في ليس ولابن معط في دام قال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقرأ حمزة وحفص ليس البر أن تولوا وجوهكم بنصب البر وقال الشاعر لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالدكار الموت والهرم إلا أن يمنع مانع النحو وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فصل وتقديم أخبارهن جائز بدليل أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون وأنفسهم كانوا يظلمون إلا خبر دام اتفاقا وليس عند ذمهور البصريين قاسوها على عسى واحتج المجيز بنحو قوله تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه وأجيب بأن المعمول ظرف فيتسع فيه انتهى الشريط الثاني وللكتاب بقيه على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب وإذا نفي الفعل بما جاز توسط الخبر بين النافي والمنفي مطلقة نحو ما قائما كان زيد ويمتنع التقديم على ما عند البصريين والفراء وأجازه بقية الكوفيين وخص ابن كيسان المنع بغير زالة وأخواتها لأن نفيها إيجاب وعمم الفراء المنع في حروف النفي ويرده قوله على السن خيرا لا يزال يزيد فصل ويجوز باتفاق أن يلي هذه الأفعال معمول خبرها إن كان ظرفا أو مجرورا نحو كان عندك أو في المسجد زيد معتكفا فإن لم يكن أحدهما فجمهور البصريين يمنعون مطلقة والكوفيون يجيزون مطلقة وفصل ابن الصراج والفارسي وابن عصفور فأجازوه إن تقدم الخبر معه نحو كان طعامك آكلا زيد ومنعوه إن تقدم وحده نحو كان طعامك زيد آكلا واحتج الكوفيون بنحو قوله بما كان إياهم عطية عودة وخرج على زيادة كان أو إضمار الاسم مرادا به الشان أو راجعا إلى ما وعليهن فعطية مبتدة وقيل ضرورة وهذا متعين في قوله باتت فؤادي ذات الخال سالبة فالعيش إن حم لي عيش من العجب لظهور نصب الخبر فصل قد تستعمل هذه الأفعال تامة أي مستغنية بمرفوعها نحو وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة أي وإن حصل ذو عسرة فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون أي حين تدخلون في المساء وحين تدخلون في الصباح خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض أي ما بقي وقوله وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمدي وقالوا بات بالقوم أي نزل بهم وظل اليوم أي دام ظله وأضحينا أي دخلنا في الضحى إلا ثلاثة أفعال فإنها ألزمت النقصة وهي فتئة وزالة وليس فصل تختص كان بأمور منها جواز زيادتها بشرطين أحدهما كونها بلفظ الماضي وشذ قول أم عقيل أنت تكون ماجد نبيل إذا تهب شمأل بليل والثاني كونها بين شيئين متلازمين ليس جارا ومجرورا نحو ما كان أحسن زيدا وقول بعضهم لم يوجد كان مثلهم وشذ قوله صرات بني أبي بكر تسامة على كان المسومة العرابي وليس من زيادتها قوله فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا كرام لرفعها الضمير خلافا لسيبويه ومنها أنها تحذف ويقع ذلك على أربعة أوجه أحدها وهو الأكثر أن تحذف مع اسمها ويبقى الخبر وكثر ذلك بعد إن ولو الشرطيتين مثال إن قولك سر مسرعا إن راكبا وإن ماشيا ومثال ذلك قوله إن ظالما أبدا وإن مظلوما وصدره لا تقربن الظهر آل مطرف وقولهم الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر أي إن كان عملهم خيرا فجزاؤهم خير ويجوز إن خير فخيرا بتقدير إن كان في عملهم خير فيجزون خيرا ويجوز نصبهما ورفعهما والأول أرجحهما والثاني أضعفهما والأخيران متوسطان ومثال لو التمس ولو خاتما من حديد وقوله لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا زنوده ضاق عنها السهل والجبل وتقول على طعام ولو طمرا وجوز سيبويه الرفع بتقدير ولو يكون عندنا طمر وقل الحذف المذكور بدون إن ولو كقوله من لد شولا فإلى إطلائها قدره سيبويه من لد أن كانت شولا الثاني أن تحذف مع خبرها ويبقى لسم وهو ضعيف ولهذا ضعف ولو طمر وإن خير في الوجهين الثالث أن تحذف وحدها وكثر ذلك بعد أن المصدرية في مثل أما أنت منطلقا انطلقت أصله انطلقت لأن كنت منطلقا ثم قدمت اللام وما بعدها على انطلقت للاختصاص ثم حذفت اللام للاختصار ثم حذفت كان لذلك فانفصل الضمير ثم زيدت ماء للتعويض ثم أدغمت النون في الميم للتقارب وعليه قول الشاعر أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع أي لأن كنت ذا نفر فخرت ثم حذف متعلق الجر وقل بدونها كقوله أزمان قومي والجماعة كالذي لزم الرحالة أن تميل وقل بدونها لحو أزمان قومي والجماعة كالذي قال سيبوي أراد أزمان كان قومي الرابع أن تحذف مع معموليها وذلك بعد إن في قولهم افعل هذا إما لا أي إن كنت لا تفعل غيره فما عوض ولا النافية للخبر ومنها أن لام مضارعها أيجوز حذفها وذلك بشرط كونه مجزوما بالسكون غير متصل بضمير نصب ولا بساكن نحو ولم أكو بغية بخلاف من تكون له عاقبة الدار وتكون لكم الكبرياء لانتفاء الجزم وتكون من بعده قوما صالحين لأن جزمه بحذف النون ونحو إن يكمه فلن تسلط عليه وإن لا يكمه فلا خير لك في قتله لاتصاله بالضمير ونحو لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا لاتصاله بالساكن وخالف في هذا يونس فأجاز الحذف تمسكا بنحو قوله فإن لم تكو المرآة أبدت وسامة فقد أبدت المرآة جبهة ضيغمه وحمله الجماعة على الضرورة كقوله فلست بآتيه ولا أستطيعه ولا كسكني إن كان ما أكذا فضلي فصل فيما ولا ولا وإن المعملات عمل ليس تشبيها بها أما ما فأعملها الحجازيون وبلغتهم جاء التنزيل قال الله تعالى ما هذا بشر وقال ما هن أمهاتهم ولإعمالهم إياها أربعة شروط أحدها ألا يقترن اسمها بإن الزائدة كقوله بني غدانة ماء أنتم ذهبوا ولا صريف ولكن أنتم الخزف وأما رواية يعقوب ذهبا بالنصب فتخرج على أن إن نافية مؤكدة لما لا زائدة الثاني ألا ينتقض نفي خبرها بإلا فلذلك وجب الرفع في نحو وما أمرنا إلا واحدة وما محمد إلا رسول فأما قوله وما الظهر إلا من جنونا بأهله وما صاحب الحاجات إلا معذبة فمن باب ما زيد إلا سير أي إلا يسير سير والتقدير إلا يدور دوران من جنون وإلا يعذب معذبا أي تعذيبا ولأجل هذا الشرط أيضا وجب الرفع بعد بل ولكن في نحو ما زيد قائما بل قاعد أي أو لكن قاعد على أنه خبر لمبتدأ محذوف ولم يجز نصبه بالعطف لأنه موجب الثالث ألا يتقدم الخبر كقولهم ما مسيء من أعتب وقوله وما خذل قومي فأخضع للعداء ولكن إذا أدعوهم فهم هم فأما قوله إذا هم قريش إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر فقال سيبويه شاذ وقيل غلط وإن الفرزدق لم يعرف شرطها عند الحجازيين وقيل مثلهم مبتدأ ولكنه بني لإبهامه مع إضافته للمبني ونظيره إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون لقد تقطع بينكم في من فتحهما قيل مثلهم حال والخبر محذوف أي ما في الوجود بشر مثلهم أي مماثلا له الرابع ألا يتقدم معمول خبرها على اسمها كقول وقالوا تعرفها المنازل من منا وما كل من وافى منا أنا عارف إلا إن كان المعمول ظرفا أو مجرورا فيجوز كقوله فما كل حين من توالي موالية وأما لا فإعمالها عمل ليس قليل ويشترط له الشروط السابقة ما عدى الشرط الأولى وأن يكون المعمولان نكرتين والغالب أن يكون خبرها محذوفا حتى قيل بلجوم ذلك كقوله فأنا ابن قيس لا براح وصدره من صد عن نيرانها فأنا ابن قيس لا براح والصحيح جواز ذكره كقوله تعز فلا شيء على الأرض باقية ولا وزر مما قضى الله واقية وإنما لم يشترط الشرط الأول لأن إن لا تزاد بعد لا أصلا وأما لا فإن أصلها لا ثم زيدت التاء وعملها واجب وله شرطان كون معموليها اسم زمان وحذف أحدهما والغالب كونه المرفوع نحو ولا تحين مناص أي ليس الحين حين فرار ومن القليل قراءة بعضهم برفع الحين وأما قوله يبغي جوارك حين لا تمجير وصدره لهف عليك للهفة من خائف فارتفاع مجير على الابتداء أو على الفاعلية والتقدير حين لا تله مجير أو يحصل له مجير ولا تمهمله لعدم اتصالها ودخولها على الزمان ومثله قوله لا تهنى ذكرى جبيرة أم من جاء منها بطائف الأهوال إذ المبتدأ ذكرى وليس بزمان وأما إن فإعمالها نادر وهو لغة أهل العالية كقول بعضهم إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية وكقراءة سعيد إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم وقول الشاعر إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين فصل وتزاد الباء بكثرة في خبر ليس وما نحو أليس الله بكاف عبده وما الله بغافل وبقلة في خبر لا وكل ناسخ منفي كقوله وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فكيلا عن سواد بن قارب وقوله وإن مدة الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعدلهم إذ أتشع القوم أعدل وقوله فلما دعاني لم يجدني بقعددي وصدره دعاني أخي والخيل بيني وبينه وينظر في غير ذلك كخبر إن ولكن وليت في قوله فإن تنأ عنها حقبة لا تلاقها فإنك مما أحدثت بالمجرب وقوله ولكن أجرا لو فعلت بهيني وقوله ألا ليت ذا العيش اللذيذ بدائمه وإنما دخلت في خبر أن في أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر لما كان أولم يروا أن الله في معنى أوليس الله هذا باب أفعال المقاربة وهذا من باب تسمية الكل باسم الجزء كتسميتهم الكلام كلمة وحقيقة الأمر أن أفعال الباب ثلاثة أنواع ما وضع للدلالة على قرب الخبر وهو ثلاثة كاد وأوشك وقرب وما وضع للدلالة على رجائه وهو ثلاثة عسى وخلولق وحرى وما وضع للدلالة على الشروع فيه وهو كثير ومنه أنشأ وطفق وجعل وعلق وأخذ ويعمل عمل كان إلا أن خبرهن يجب كونه جملة وشذ مجيئه مفردا بعد كاد وعسى كقوله فأبت إلى فهم وما كنت آيبا وقوله عسى الغوير أبؤسى وأما قوله تعالى فطفق مسحا فالخبر محذوف أن يمسح مسحا وشرط الجملة أن تكون فعليا وشذ مجيئ الاسمية بعد جعل في قوله وقد جعلت قلوس بني سهيل من الأكوار مرتعها قريب وشرط الفعل ثلاثة أمور أحدها أن يكون رافعا لضمير الاسم فأما فأما قوله وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني ثوبي فأنهض نهض الشار بالسكر وقوله وأسقيه حتى كاد مما أبثه تكلمني أحجاره وملعبه فثوبي وأحجاره بدلان من اسم يجعل وكاد ويجوز في عسى خاصة أن ترفع السببية كقوله وماذا عسى الحجاج يبلغ جهده إذا نحن جاوزنا حفير زياده يروى بنصب جهده ورفعه الثاني أن يكون مضارعا وشذ في جعل قول ابن عباس رضي الله عنهما فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا الثالث أن يكون مقرونا بأن إن كان الفعل حرى أو اخلولق نحو حرى زيد أن يأتي واخلولقت السماء أن تمطرى وأن يكون مجردا منها إن كان الفعل دالا على الشروع نحو قوله تعالى وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة والغالب في خبر عسى وأوشك لقتران بها نحو عسى ربكم أن يرحمكم وكقوله ولو سئل الناس الطراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعه والتجرد قليل كقوله عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب وكقوله يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها وكاد وكرب بالعكس فمن الغالب قوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون وقول الشاعر كرب القلب من جواه يذوب حين قال الوشاة هند غضوب ومن القليل قوله كادت النفس أن تفيض عليه إذ غدا حشو ريطط وبرود وقوله وقد كربت أعناقها أن تقطع وصدره سقاها ذو الأحلام سجلا على الظمى ولم يذكر سيبويه في خبر كرب إلا التجرد من أن فصد وهذه الأفعال ملازمة لصيغة الماضي إلا أربعة إلا أربعة استعمل لها مضارح وهي كاد نحو يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار وأوشك كقوله يوشك من فر من منيته في بعض غراته يواقعها وهو أكثر استعمالا من ماضيها وطفق حكى الأخفش طفق يطفق كضرب يضرب وطفق يطفق كعالم ما يعلمه وجعل حكى الكسائي إن البعير لا يهرم حتى يجعل إذا شريب الماء مجه واستعمل اسم فاعل للثلاثة وهي كاد قاله الناظم وأنشد عليه وإنني يقينا لرهن بالذي أنا كائد وقرب قاله جماعة وأنشد عليه أبني إن أباك كارب يومه فإذا دعيت إلى المكارم فعجلي وأوشك كقوله فإنك موشك ألا تراها وتعد دون غاضرة العواد والصواب أن الذي في البيت الأول كابد بالباء الموحدة من المكابدة والعمل وهو اسم غير جار على الفعل وبهذا جزم يعقوب في شرح ديوان كثير وأن كاربا في البيت الثاني اسم فاعل كرب التام في نحو قولهم كرب الشتاء إذا قرب وبهذا جزم إلى أن بالفعل مستغنم به عن الخبر نحو وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ويبني على هذا فرعا أحدهما أنه إذا تقدم على إحداهم اسم هو المسند إليه في المعنى وتأخر وتأخر عنها أن والفعل نحو زيد عسى أن يقوم جاز تقديرها خالية من ضمير ذلك الاسم فتكون مسندة إلى أن والفعل مستغنم به ما عن الخبر وجاز تقديرها مسندة إلى الضمير وتكون أن والفعل في موضع نصب على الخبر ويظهر أثر التقديرين في التأنيث والتثنية والجم فتقول على تقدير الإضمار هند عسى أن تفلح والزيدان عسى أن يقوم والزيدون عسوا أن يقوم والهندات عسين أن يقوم وتقول على تقدير الخلو من الضمير عسى في الجميع وهو الأفصح قال الله تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن الثاني أنه إذا ولي إحداهن أن والفعل وتأخر عنهما اسم هو المسند إليه في المعنى نحو عسى أن يقوم زيد جاز في ذلك الفعل أن يقدر خاليا من الضمير فيكون مسندا إلى ذلك الاسم وعسى مسنده إلى أن والفعل مستغنا بهما عن الخبر وأن يقدر متحملا لضمير ذلك الاسم فيكون الاسم مرفوع بعسى وتكون أن والفعل في موضع نصب على الخبرية ومنع الشلوبين هذا الوجه لضعف هذه الأفعال عن توسط الخبر وأجازه المبرد والصرافي والفارس ويظهر أثر الاحتمالين أيضا في التأنيث والتثنية والجامع فتقول على وجه الإضمار عسى أن يقوم أخواك وعسى أن يقوم إخوتك وعسى أن يقوم نسوتك وعسى أن تطلع الشمس بالتأنيث لا غير وعلى الوجه الآخر توحد يقوم وتؤنث تطلع أو تذكره انتهى الوجه الأول الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب فصل ولك في نحو لا حول ولا قوة إلا بالله خمسة أوجه أحدها فتحهما وهو الأصل نحو لا بيع فيه ولا خله في قراءة ابن كثير وأبي عمر الثاني رفعهما إما على الابتداء أو على إعمال لا عمل ليس كالآية في قراءة الباقين وقوله لا ناقة لي في هذا ولا جمل الثالث فتح الأول ورفع الثاني كقوله لا أم لي إن كان ذاك ولا أب وقوله وأنتم ذنابا لا يدين ولا صدر الرابع عكس الثالث كقوله فلا لغو ولا تأثيم فيها الخامس فتح الأول ونصب الثاني كقوله لا نسب اليوم ولا خلة اتسع الخرق على الراقع وهو أضعفها حتى خصه يونس وجماعة بالضرورة كتنوين المنادة وهو عند غيرهم على تقدير لا زائدة مؤكدة وأن الاسم منتصب بالعطف فإن عطفت ولم تكرر لا وجب فتح الأول وجاز في الثاني النصب والرفع كقوله فلا أب وابنا مثل أو مثل مروان وابنه ويجوز وابن بالرفع وأما حكاية الأخفش لا رجل وامرأة بالفتح فشاذ فصل وإذا وصفت النكرة المبنية بمفرد متصل جاز فتحه على أنه ركب معها قبل مجيء إلى مثل خمسة عشر ونصبه مراعاة لمحل النكرة ورفعه مراعاة لمحلها معلاء نحو لا رجل ضريف فيها ومنه ألا ماء ماء باردا عندنا لأنه يوصف بالاسم إذا وصف والقول بأنه توكيد خطأ فإن فقد الإفراد نحو لا رجل قبيحا فعله عندنا أو لا غلام سفر ضريف عندنا أو الاتصال نحو لا رجل في الدار ضريف أو لا ماء عندنا ماء باردا امتنع الفتح وجاز الرفع والنصب كما في المعطوف بدون تكرار لا وكما في البدل الصالح لعمل لا فالعطف نحو لا رجل وامرأة أو وامرأة فيها والبدل نحو لا أحد ورجل وامرأة وامرأة فيها فإن لم يصلح له فالرفع نحو لا أحد زيد وعمر فيها وكذا في المعطوف الذي لا يصلح لعمل لا نحو لامرأة فيها ولا زيد فاصل وإذا دخلت همزة الاستفهام على لا لم يتغير الحكم ثم طارة يكون الحرفان باقيين على معنيهما كقوله ألا اصطبار لسلما أم لها جلد إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي وهو قليل حتى توهم الشلوبين أنه غير واقع وطارة يراد بهم التوبيخ كقوله ألا العواء لمن ولت شبيبته وآذنت بمشيب بعده هرم وهو الغالب وطارة يراد بهما التمني كقوله ألا عمر ولا مستطاع رجوعه فيرأب ما أثأت يد الغفلات وهو كثير وعند سيبويه والخليل أن ألا هذه بمنزلة أتمنى فلا خبر لها وبمنزلة ليت فلا يجوز مراعاة محلها مع اسمها كما لا يجوز إلغاؤها إذا تكرر وخالفهما المازني والمبرد ولا دليل لهما في البيت إذ لا يتعين كون مستطاع خبرا أو صفة ورجوعه فاعلا بل يجوز كون مستطاع خبرا مقدما ورجوعه مبتدأ مؤخرا والجملة صفة ثانية وترد ألا للتنبيه فتدخل على الجملتين نحو ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وعرضية وتخضيضية فتخصان الجملة الفعلية نحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول مسألة وإذا جهل الخبر وجب ذكره نحو لا أحد أغير من الله عز وجل وإذا علم فحذفه كثير نحو فلا فوتا قالوا لا ضيرا ويلتزمه التميميون والطائيون هذا باب الأفعال الداخلة بعد استيفاء فاعلها على المبتدأ والخبر فتنصب هما مفعولين أفعال هذا الباب نوعان أحدهما أفعال القلوب وإنما قيل لها ذلك لأن معانيها قائمة بالقلب وليس كل قلبي ينصب المفعولين بل القلبي ثلاثة أقسام ما لا يتعدى بنفسه نحو فكر وتفكر وما يتعدى لواحد نحو عرف وفهم وما يتعدى لاثنين وهو المراد وينقسم أربعة أقسام إحداها ما يفيد في الخبر يقينا وهو أربعة وجد وألف وتعلم بمعنى علم وضرى قال الله تعالى تجدوه عند الله هو خير إنهم ألفوا آباءهم ضالين وقال الشاعر تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ بلطف في التحيل والمكر والأكثر وقوع هذا على أن وصلتها كقوله فقلت تعلم أن للصيد غرة وإلا تضيعها فإنك خاتله وقوله دريت الوفي العهد يا عرو يا عرو فاغتبط فإن اغتباطا بالوفاء حميد والأكثر في هذا أن يتعدى بالباء فإذا دخلت عليه الهمزة تعدى لآخر بنفسه نحو ولا أدراكم به والثاني ما يفيد في الخبر رجحانا وهو خمسة جعل وحجا وعدا وهب وزعم نحو وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وقوله قد كنت أحج أبا عمر أخ ثقة حتى ألمت بنا يوما ملماته وقوله فلا تعدد المولى شريكك في الغنى وقوله وإلا فهبني امرأ هالكا وقوله زعمتني شيخا ولست بشيخي إنما الشيخ من يدب دبيبا والأكثر في هذا وقوعوا على أن وأن وصلته ما نحو زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعث وقال وقد زعمت أني تغيرت بعدها ومن ذا الذي يا عز لا يتغير والثالث ما يرد بالوجهين والغالب كونه لليقين وهو اثنان رأى وعلم كقوله جل ثناؤه إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا وقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وكقوله سبحانه فإن علمتموهن مؤمنات والرابع ما يرد بهما والغالب كونه للرجحان وهو ثلاثة ظن وحسب وخال كقوله ظننتك إن شبت لغى الحرب صاليا وكقوله يظنون أنهم ملاقوا ربهم وكقول الشاعر وكنا حسبنا كل بيضاء شحمة عشية لاقينا جذام وحميرا وققوله حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا وكقوله إخالك إن لم تغضض الطرف ذاهوا يسومك ما لا يستطاع من الوجد وقوله ما خلتني زلت بعدكم ضمنا أشكو إليكم حموة الألم تنبهاني الأول ترد علم بمعنى عرف وظن بمعنى اتهم ورأى بمعنى الرأي أي المذهب وحجى بمعنى قصد فيتعدين إلى واحد نحو والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وما هو على الغيب بظنين وتقول رأى أبو حنيفة حل كذا ورأى الشافعي حرمته وحجوت بيت الله وترد وجد بمعنى حزن أو حقد فلا يتعديان وتأتي هذه الأفعال وبقية أفعال الباب لمعاني أخرى غير قلبية فلا تتعدى لمفعولين وإنما لم يحترز عنها لأنها لم يشملها قولنا أفعال القلوب الثاني الحق رأى الحلمية برأى العلمية في التعدي لاثنين كقوله أراهم رفقتي حتى إذا ما ومصدرها ومصدرها الرؤيا نحو هذا تأويل رؤيا من قبل ولا تختص الرؤيا بمصدر الحلمية بل تقع مصدرا للبصرية خلافا للحريري وابن مالك بدليل وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال ابن عباس هي رؤيا عين الثاني أفعال التصير كجعل ورد وترك واتخذ وتخذ وصير ووهب قال تعالى فجعلناه هباء منثور وقال لو يردونكم من بعد إيمانكم كفار وقال سبحانه وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض وقال واتخذ الله إبراهيم خليله وقال الشعب تخذت غراز إثرهم دليلا وقال فصيروا مثل تعصف مأكول وقال وهبني الله فداك وهذا ملازم للمضي فصل لهذه الأفعال ثلاثة أحكام أحدها الإعمال وهو الأصل وهو واقع في الجميع الثاني الإلغاء وهو إبطال العمل لفظا ومحلا لضعف العامل بتوسطه أو تأخره كزيد ظننت قائم وزيد قائم ظننت قال وفي الأراضيز خلت اللؤم والخور وقال هما سيدان يزعمان وإنما وإلغاء المتأخر أقوى من إعماله والمتوسط بالعكس وقيل هما في المتوسط بين المفعولين سواء الثاني التعليق وهو إبطال العمل لفظا لا محلا لمجيء ما له صدر الكلام بعده وهو لام الابتداء نحو ولقد علم لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولام القسم كقوله ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها وما النافية نحو لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ولا وإن النافيتان في جواب قسم ملفوظ به أو مقدر نحو علمت والله لا زيد في الدار ولا عمر وعلمت إن زيد قائم والاستفهام وله صورتان إحداهما أن يعترض حرف الاستفهام بين العامل والجملة نحو وإن أدري أقريب أم بعيد ما تعدون والثانية أن يكون في الجملة اسم استفهام عمدة كان نحو لنعلم أي الحزبين أحصى أو فضلة نحو وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولا يدخل الإلغاء ولا التعليق في شيء من أفعال التصيير ولا في قلبي جامد وهو اثنان هب وتعلم فإنهما يلزمان الأمر وما عداهما من أفعال الباب متصرف إلا وهب كما مر ولتصارفهن ما لهن تقول في الإعمال أظن زيدا قائما وأنا ظن زيدا قائما وفي الإلغاء زيد أظن قائما وزيد قائما أظن وزيد أنا ظن قائما وزيد قائما أنا ظن وفي التعليق أظن ما زيد قائما وأنا ظن ما زيد قائما وقد تبين مما قدمناه أن الفرق بين الإلغاء والتعليق من وجهه أحدهما أن العامل الملغى لا عمل له البتة والعامل المعلق له عمل في المحل فيجوز علمت لزيد قائم وغير ذلك من أموري بالنصب عطفا على المحل قال الشاعر وما كنت أدري قبل عزة ملبكى ولا موجعات القلب حتى تولتي والثاني أن سبب التعليق موجب فلا يجوز ظننت ما زيدا قائما وسبب الإلغاء مجوز فيجوز زيدا ظننت قائما وزيدا قائما ظننت ولا يجوز إلغاء العامل المتقدم خلافا للكوفيين والأخفش واستدلوا بقوله كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني رأيت ملاك الشيمة الأدب وقول أرجو آمل أن تدن مودتها وما إخال لدينا منك تنويل وأجيب بأن ذلك محتمل لثلاثة أوجه أحدها أن يكون من التعليق بلام لابتداء المقدرة والأصل لملاك ولا لدينا ثم حذفت وبقي التعليق والثاني أن يكون من الإلغاء لأن التوسط المبيح للإلغاء ليس التوسط بين المعمولين فقط بل توسط العامل في الكلام مقتض أيضا نعم الإلغاء للتوسط بين المعمولين أقوى والعامل هنا قد سبق بإني وبما أنا فيه ونظهه متى ظننت زيدا قائما فيجوز فيه الإلغاء والثالث أن يكون من الإعمال على أن المفعول الأول محذوف وهو ضمير الشأن والأصل وجدته وإخاله كما حذف في قولهم إن بك زيد مأخوذ فصله ويجوز بالإدماع حذف المفعولين اختصارا أي لدليل نحو أين شركائي الذين كنتم تزعمون وقول بأي كتاب أم بأي كسنة ترى حبهم عارا علي وتحسب أي تزعمونهم شركائي وتحسب حبهم عارا علي وأما حذفهم اختصارا أي لغير دليل فعن سيبويه والأخفش المنع مطلقا واختاره الناظم وعن الأكثرين الإجازة مطلقا لقوله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون فهو يرى وظننتم ظن السوء وقولهم من يسمع يخل وعن الأعلم يجوز في أفعال الظن دون أفعال العلم ويمتنع بالإجماع حذف أحدهم اختصارا وأما اختصارا فمنعه ابن ملكون وأجاذه الجمهور كقوله ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرمي فصل تحكى الجملة الفعلية بعد القول وكذا الاسمية وسليم يعملونه فيها عمل ظن مطلقا وعليه يروى قوله تقول هزيز الريح مرت بأثأبي بالنصب وقوله إذا قلت أني آئب أهل بلدة بالفتح وغيرهم يشترط شروطا وهي كونه مضارعا وسوى به السيرافي قلت بالخطاب والكوفي قل وإسناده للمخاطب وكونه حالا قاله الناظم ورد بقوله أما الرحيل فدون بعد غد فمتى تقول الدار تجمعنا والحق أن متى ظرف لتجمعنا لا لتقول وكونه بعد استفهام بحرف أو باسم سمع الكسائي أتقول للعميان عقلا وقال على ما تقول الرمح يثقل عاتقي إذا أنا لم أطعن إذا الخيل كرتي قال سيبوي والأخفش وكونهما متصلين فلو قلت أأنت تقول فالحكاية وخولفا في ذلك فإن قدرت الضمير فاعلا بمحذوف والنصب بذلك المحذوف جاز اتفاقا واغتفر الجميع الفصل بظرف أو مجرور أو معمول القول وذلك كقوله أبعد بعد تقول الدار جامعة شملي بهم أم تقول البعد محتومة وقوله أجهالا تقول بني لؤي لعمر أبيك أم متجاهلين قال السهيلي وأن لا يتعدى باللام كتقول لزيد عمر منطلق وتجوز الحكاية مع استيفاء الشروط نحو أم تقولون إن إبراهيم الآية في قراءة الخطاب وروي علام تقول الرمح بالرفع هذا باب ما ينصب مثاعيل ثلاثة وهي أعلم وأرى اللذان أصلهما علم ورأى المتعديان الاثنين وما ضمنا معناهما من نبأ وأنبأ وخبر وأخبر وحدث نحو كذلك يريهم الله أعمالهم حصرات عليهم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ويجوز عند الأكثرين حذف الأول كأعلمت كبشك سمينا والاقتصار عليه كأعلمت زيدا وللثاني وللثالث من جواز حذف أحدهم اختصارا ومنعه اختصارا ومن الإلغاء والتعليق ما كان لهما خلافا لمن منع من الإلغاء والتعليق مطلقا ولمن منعهما في المبني للفاعل ولنا على الإلغاء قول بعضهم البركة أعلمنا الله مع الأكابر وقوله وأنت أراني الله أمنع عاصمي وأرأف مستكفا وأسمح واهبي وعلى التعليق ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد وقوله حذاري فقد نبئت إنك للذي ستجزى بما تسعى فتسعد أو تشقى قال ابن مالك وإذا كانت أرى وأعلم منقولتين من المتعد لواحد تعدت لاثنين نحو من بعد ما أراكم ما تحبون وحكمهما حكم مفعول كساء في الحذف لدليل وغيره وفي منع الإلغاء والتعليق قيل وفيه نظر في موضعين أحدهما أن علم بمعنى عرف إنما حفظ نقلها بالتضعيف لا بالهمزة والثاني أن أرى البصرية سمع تعليقها بالاستفهام نحو رب أرني كيف تحيي الموت وقد يجاب بالتزان جواز نقل المتعد لواحد بالهمزة قياسا نحو ألبست زيدا جبة وبالدعاء أن الرؤية هنا علمية هذا باب الفاعل الفاعل اسم أو ما في تأويله أسند إليه فعل أو ما في تأويله مقدم أصلي المحل والصيغة فالاسم نحو تبارك الله أحسن الخالقين والمؤول به نحو أولم يكفهم أنا أنزلنا والفعل كما مثلنا ومنه أتى زيد ونعم الفتا ولا فرق بين المتصرف والجامد والمؤول بالفعل نحو مختلف ألوانه ونحو وجهه في قوله أتى زيد منيرا وجهه ومقدم رافع لتوههم دخول نحو زيد قام وأصلي المحل مخرج لنحو قائم زيد فإن المسند وهو قائم أصله التأخير لأنه خبر وذكر الصيغة مخرج لنحو ضرب زيد بضم أول الفعل وكسر ثانيه فإنها مفرعة عن صيغة ضرب بفتحهما وله أحكام أحدها الرفع وقد يجر لفظا بإضافة المصدر نحو قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض أو اسمه نحو من قبلة الرجل امرأته الوضوء أو بنن أو بالباء الزائدتين نحو أن تقول ما جاءنا من بشير كفى بالله شهيدا الثاني وقوعه بعد المسند فإن وجد ما ظاهره أنه فاعل تقدم وجب تقدير الفاعل ضميرا مستكرا وكون المقدم إما مبتدأ في نحو زيد قام وإما فاعلا محذوف الفعل في نحو وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله لأن أداة الشرط مختصة بالجمل الفعلية انتهى الوجه الأول وجاز الأمران في نحو أبشر يهدوننا وأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون والأرجح الفاعلية وعن الكوفي جواز تقديم الفاعل تمسكا بنحو قول الزباء ما للجمال مشيها وإيدا أجندلا يحملن أم حديدا وهو عندنا ضرورة أو مشيها مبتدأ حذف خبره أن يظهر وإيدا كقولهم حكمك مصمطا أي حكمك لك مثبتا قيل أو مشيها بدل من ضمير الظرف الثالث أنه لابد منه فإن ظهر في اللفظ نحو قام زيد والزيدان قام فذاك وإلا فهو ضمير مشتتر راجع إما لمذكور كزيد قام كما مر أو لما دل عليه الفعل كالحديث لا يزني الزام حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن أي ولا يشرب هو أي الشارب أو لما دل عليه الكلام أو الحال المشاهدة نحو كلا إذا بلغت الطراق يا وقيل من راق وظن أنه الفراق أي إذا بلغت الروح ونحو قولهم إذا كان غدا فأتني وقوله فإن كان لا يرضيك حتى تردني إلى قطري لا إخالك راضية أي إذا كان هو أي ما نحن الآن عليه من سلامة أي أو فإن كان هو أي ما تشاهده مني وعن الكسائي إجازة حذفه تمسكا بنحو ما أولناه الراب أنه يصح حذف فعله إن أجيب به نفي كقولك بلى زيد لمن قال ما قام زيد أي بلى قام زيد ومنه قوله تجلت حتى قيل لم يعر قلبه من الوجد شيء قلت بل أعظم الوجد أو استفهام محقق نحو نعم زيد جوابا لمن قال هل جاءك أحد ومنه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله أو مقدر كقراءة الشامي وأبي بكر يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال وقوله ليبكى يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح أي يسبحه رجال ويبكيه ضارع وهو قياسي وفاقا للجرمي وابن جن ولا يجوز في نحو يوعظ في المسجد رجل لاحتماله للمفعولية بخلاف يوعظ في المسجد رجال زيد أو استلزمه ما قبله كقوله غدات أحلت لابن أصر مطعنة حسين عبيطات السدائف والخمر أي وحلت له الخمر لأن أحلت يستلزم حلت أو فصره ما بعده نحو وإن أحد من المشركين استجارك والحذف في هذه واجه الخامس أن فعله يوحد مع تثنيته وجمعه كما يوحد مع إفراده فكما تقول قام أخوك كذلك تقول قام أخواك وقام إخوتك وقام نسوتك قال الله تعالى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم وقال الظالمون وقال نسوة وحكى البصريون عن طي وبعضهم عن أزدي شنوء نحو ضربوني قومك وضربني نسوتك وضرباني أخواك قال ألفيت عيناك عند القفى وقال وقال يلومونني في اشتراء النخيل أهلي فكلهم ألوموا وقال نتج الربيع محاسنا ألقحنا غر السحائب والصحيح أن الألف والوا والنون في ذلك أحرف دلوا بها على التثنية والجمع كما دل الجميع بالتائف نحو قامت على التأنيث لا أنها ضمائر الفاعلين وما بعدها مبتدأ على التقديم والتأخير أو تابع على الإبدال من الضمير وأن هذه اللغة لا تمنع مع المفردين أو المفردات المتعاطفة خلافا لزاعمي ذلك لقول الأئمة إن لك لغة قوم معينين وتقديم الخبر والإبدال لا يختصان بلغة قوم بأعينهم ولمجيء قوله وقد أسلماه مبعد وحميم وقوله وإن كان له نسب وخيره السادس أنه إن كان مؤنثا أنث فعله بتاء ساكنة في آخر الماضي وبتاء المضارعة في أول المضارع ويجب ذلك في مسألتين إحداهما أن يكون ضميرا متصلا كهند قامت أو تقوم والشمس طلعت أو تطلع بخلاف المنفصل نحو ما قام أو يقوم إلا هي ويجوذ تركها في الشعر إن كانت تأنيث مجازيا كقوله فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقى لإبقى لها وقوله فإن الحوادث أودى بها والثانية أن يكون متصلا حقيقية تأنيث نحو إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررة وشذ قول بعضهم قال فلانة وهو رديء لا ينقاس عليه وإنما جاز في الفصيح نحو نعم المرأة وبئس المرأة لأن المراد الجنس وسيأتي أن الجنس يجوز فيه ذلك ويجوز الوجهان في مسألتين إحداهما المنفصل كقوله لقد ولد الأخيط لأم سوء على باب استها صلب وشام ويجوز الوجهان في مسألتين إحداهما المنفصل كقوله لقد ولد الأخيط لأم سوء وقولهم حضر القاضي اليوم امرأة والتأنيث أكثر إلا إن كان الفاصل إلا فالتأنيث خاص بالشعر نص عليه الأخفش وأنشد على التأنيث ما برئت من ريبة وذم في حربنا إلا بنات العم وجوزه ابن مالك في النثر وقرئ إن كانت إلا صيحة واحدة فأصبحوا لا ترى إلا مساكنه الثانية المجازي التأنيث نحو وجمع الشمس والقمر ومنه اسم الجنس واسم الجمع والجمع لأنهن في معنى الجماعة والجماعة مؤنث مجازي فلذلك جاز التأنيث نحو كذبت قبلهم قوم نوح وقالت الأعراب وأورقت الشجر والتذكير نحو أورق الشجر وكذب به قومك وقوله تعالى وقال نسوة وقام الرجال وجاء الهنود إلا أن سلامة نظم الواحد في جمع التصحيح أو جبت التذكير في نحو قام الزيدون والتأنيث في نحو قامت الهندات خلافا للكوفيين فيهما ولأبي علي الفارسي في المؤنث واحتدوا بنحو إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل إذا جاءك المؤمنات وبقوله فبكى بناتي شدوهن وزودتي والضاعنون إلي ثم تصدعوا وأجيب بأن البنين والبنات لم يسلم فيهما لفظ الواحد وبأن التذكير في جاءك للفصل أو لأن الأصل النساء المؤمنات أو لأن المقدرة بالله فهي اسم موصول ويرجع إلى اسم الجمع السابع أن الأصل فيه أن يتصل بفعله ثم يجيء المفعول وقد يعكسه وقد يتقدمهما المفعول وكل من ذلك جائز وواجب فأما جواز الأصل فنحو وورث سليمان داود وأما وجوبه ففي مسألتين إحداهما أن يخش اللبس كضرب موسى عيسى قال أبو بكر والمتأخرون كالجزولي وابن عصفور وابن مالك وخالفهم ابن الحاج محتجا بأن العرب تجيز تصغير عمر وعمر وبأن الإجمال من مقاصب العقلاء وبأنه يجوز ضرب أحدهما الآخر وبأن تأخير البيان لوقت الحاجة جائز عقلا باتفاق وشرعا على الأصح وبأن الزجاج نقل أنه لا خلاف في أنه يجوز في نحو فما زالت تلك دعواهم كون تلك اسمها ودعواهم الخبر وأجاز العكس الثانية أن يحصر المفعول بإنما نحو إنما ضرب زيد عمرا وكذا الحصر إلا عند الجزولي وجماعة وأجاز البصريون والكسائي والفراء وابن الأنباري تقديمه على الفاعل كقوله ولما أبى إلا جماحا فؤاده ولم يسلع الليل بمال ولا أهله وقوله أيضا فما زاد إلا ضعف ما بي كلامها وصدره تزودت من الليل بتكليم ساعة وقوله وتغرس إلا في منابتها النخل وصدره وهل ينبت الخطي إلا وشيده وأما توسط المفعول جوازا فنح ولقد جاء آل فرعون النظر وقولك خاف ربه عمر وقال كما أتى ربه موسى على قدر وصدره جاء الخلافة أو كانت له قدرا وأما وجوبه ففي مسألتين إحداهما أن يتصل بالفاعل ضمير المفعول نحو وإذ ابتلى إبراهيم ربه يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولا يجيز أكثر النحويين نحو زان موره الشجر لا في نثر ولا في شعر وأجازه فيهما الأخفش وابن جني والطوال وابن مالك احتجادا بنحو قوله جزى ربه عني عدي ابن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل والصحيح جوازه في الشعر فقط والثانية أن يحصر الفاعل بإنما نحو إنما يخش الله من عباده العلماء وكذا الحصر بإلا عند غير الكسائي واحتج بقوله ما عاب إلا لئيم فعل ذي كرم ولا جفا قط إلا جب بطلا وقوله وهل يعذب إلا الله بالنار وصدره نبئتهم عذبوا بالنار جارتهم وكقوله فلم يدر إلا الله ما هيجت لنا عشية آناء الديار وشامها وأما تقديم المفعول جوازا فنحو فريقا كذبتم وفريقا تقتلون وإما وجوبا ففي مسألتين إحداهما أن يكون مما له الصدر نحو فأي آيات الله تنكرون أيما تدعو فله الأسماء الحسنى الثانية أن يقع عامله بعد الفائ وليس له منصوب غيره مقدم عليها نحو وربك فكبر ونحو فأما اليتيم فلا تقهر بخلاف أما اليوم فاضرب زيدا تنبيه إذا كان الفاعل والمفعول ضميرين ولا حصر في أحدهما وجب تقديم الفاعل كضربته وإذا كان المضمر أحدهما فإن كان مفعولا وجب وصله وتأخير الفاعل كضربني زيد وإن كان فاعلا وجب وصله وتأخير المفعول أو تقديمه على الفعل كضربت زيدا وزيدا ضربت وكلام ناظم يوهم تناع التقديم لأنه سوى بين هذه المسألة ومسألة ضرب موسى عيسى والصواب ما ذكرنا لك هذا باب النائب عن الفاعل قد يحذف الفاعل للجهل به نحو سرق المتاع أو لغرض اللفظي كتصحيح النظم في نحو قول الشاعر علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري وعلق أخرى ذلك الرجل أو معنوي كأن لا يتعلق بذكره غرض نحو فإن حصرتم وإذا حييتم إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم فينوب عنه في رفعه وعمديته ووجوب التأخير عن فعله واستحقاقه للاتصال به وتأنيث الفعل لتأنيثه واحد من أربعة الأول المفعول به نحو قوله تعالى وغيظ الماء وقضي الأمر الثاني المجرور نحو ولما سقط في أيديهم وكقوله سير بزيد وقال ابن درستويه والسهيلي وتلميذه الرندي النائب ضمير المصدر للمجرور لأنه لا يتبع على المحل بالرفع ولأنه يقدم نحو كل أولئك كان عنه مسؤولا ولأنه إذا تقدم لم يكن مبتدأ وكل شيء ينوب عن الفاعل فإنه إذا تقدم كان مبتدأ ولأن الفعل لا يؤنث له في نحو مر بهند ولنا قولهم سير بزيد سير وأنه إنما يراعى محل يظهر في الفصيح نحو لست بقائم ولا قاعدا بخلاف نحو مررت بزيد الفاضل بالنصب أو مر بزيد الفاضل بالرفع فلا يجوزان لأنه لا يجوز مررت زيد ولا مر زيد والنائب في الآية ضمير راجع إلى ما رجع إليه اسم كان وهو المكلف وامتناع الابتداء لعدم التجرد وقد أجاز النيابة فيه لم يضرب من أحد مع امتناع من أحد لم يضرب وقالوا كفى بالله شهيد إن المجرور فاعل مع امتناع كفت بهند الثالث مصدر مختص نحو قوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة ويمتنع نحو سير سير لعدم الفائدة فامتناع سير على إضمار السير أحق خلافا لمن أجازه وأما قول الشاعر وقالت متى يبخل عليك ويعتلل يسوءك وإن يكشف غرامك تضرب فالمعنى ويعتلل الاعتلال المعهود أو اعتلال ثم خصصه بعليك أخرى محذوفة للدليل كما تحذف الصفات المخصصة وبذلك يوجه قوله تعالى وحيل بينهم وقول الشاعر فيا لك منذ حاجة حيل دونها وما كل ما يهوى امرؤ هو نائله وكقوله يغضي حياء ويغضى من مهابته فما يكلم الا حين يتسم ولا يقال النائب المجرور لكونه مفعولا له الرابع ظرف متصرف مختص نحو صيم رمضان وجلس امام الامير ويمتنع نيابة نحو عندك ومعك وثم لامتناع رفعهن ونحو مكانا وزمانا اذا لم يقيد ولا ينوب غير المفعول به مع وجوده واجازه الكوفيون مطلقا لقراءة ابي جعفر ليجزا قوما بما كانوا يكسبون والاخفش بشرط تقدم النائب كقوله ما دام معنيا بذكر قلبه وصدره وانما يرضي المنيب ربه وكقوله لم يعنى بالعلياء الا سيدا ولا شفاذ الغي الا ذو هدى مسألة وغير النائب مما معناه متعلق بالرافع واجب نصبه لفظا ان كان غير جار ومجهور كضرب زيد يوم الخميس امامك ضربا شديدا ومن ثم نصب المفعول الذي لم ينب في نحو اعطي زيد دينار واعطي دينار زيد او محلا ان كان جار ومجرور النحو فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة وعلة ذلك ان الفاعل لا يكون الا واحدة فكذلك نائبه لا يكون الا كذلك فصل واذا تعد الفعل لاكثر من مفعول فنيابة الاول جائزة اتفاقا ونيابة الثالث ممتنعة اتفاقا نقله الخضراوي وابن الناظم والصواب ان بعضهم اجازه ان لم يلبس نحو اعلمت زيدا كبشك سمينا واما الثاني ففي باب كسا ان البس نحو اعطيت زيدا عمرا امتنع اتفاقا وان لم يلبس نحو اعطيت زيدا درهما جهاز مطلقا وقيل يمتنع مطلقا وقيل ان لم يعتقد القلب وقيل ان كان نكرة والاول معرفة وحيث قيل بالجواز فقال البصريون اقامة الاول اولى وقيل ان كان نكرة فاقامته قبيحة وان كان معرفتين استويا في الحسن وفي باب ظن قال قوم يمتنع مطلقا للالباس في النكرتين والمعرفتين ولعود الضمير على المؤخر ان كان الثاني نكرة لان الغالب كونه مشتقا وهو حينئذ شبيه بالفاعل لانه مسند اليه فرتبته التقديم واختاره الجزولي والخضراوي وقيل يجوز ان لم يلبس ولم يكن جملة واختاره ابن طلحة وابن عصفور وابن مالك وقيل يشترط ان لا يكون نكرة والاول معرفة فيمتنع نحو ظن قائم زيدا وفي باب اعلم اجازه قوم اذا لم يلبس ومنعه قوم منهم الخضراوي والابدي وابن عصفور لان الاول مفعول صحيح والاخيران مبتدأ وخبر شبها بمفعول اعطاء ولان السماع انما جاء باقامة الاول قال الشاعر ونبئت عبد الله بالجو اصبحت كراما مواليها لئيما صميمها وقد تبين ان في النظم امورا وهي حكاية الاجماع على جواز اقامة الثاني من باب كس حيث لا لبس وعدم اشتراط كون الثاني من باب ظن ليس جملة وايهام ان اقامة الثالث غير جائزة باتفاق اذ لم يذكره مع المتفق عليه ولا مع المختلف فيه ولعل هذا هو الذي غلط ولده حتى حكى الاجماع على الامتناع فصل يضم اول فعل المفعول مطلقا ويشركه ثاني الماضي المبدوء بتاء زائدة كتضارب وتعلم وثالث المبدوء بهمزة الوصل كانطلق واستخرج واستحلى ويكسر ما قبل الاخر من الماضي ويفتح من المضارع واذا اعتلت عين الماضي وهو ثلاثي كقال وباع او عين افتعل او انفعل كختار وانقاد فلك كسر ما قبلها باخلاص او اشمام الضم فتقلب ياء فيهما ولك اخلاص الضم فتقلب واوا قال الشاعر ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شباب بوع فاشتريت وكقول الشاعر تخيط على نيرين اذ تحاك تختبط الشوك ولا تشاك انتهى الشريط الرابع وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب وهي قليلة وتعزى لفقعس ودبير وادعى ابن عذرة امتناعها ففتعل وانفعل والاول قول ابن عصفور والابدي وابن مالك وادعى ابن مالك امتناع ما البس من كسر كخفت وبعت او ضم كعقت واصل المسألة خافني زيد وباعني لعمر وعاقني عن كذا ثم بنيتهن للمفعول فلو قلت خفت وبعت بالكسر وعقت بالضم لتوهم انهن فعل وفاعل وانعكس المعنى المقصود فتعين الا يجوز فيهن الا الاشمام او الضم في الاولين والكسر في الثالث وان يمتنع الوجه الملبس وجعلته المغاربة مرجوحا لا ممنوعا ولم يلتفت سيبويه للالباس لحصوله في نحو مختار ونضار واوجب الظمهور ضم فاء الثلاثي المضعف نحو شدة ومدة والحق قول بعض الكوفيين ان الكسر جائز وهي لغة بني ضبت وبعض تميم وقرأ القمة ردت الينا وقرأ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه بالكسر وجوز ابن مالك الاشمام ايضا وقال المهاباذي من اشم في قيل وبيع اشم هنا ايضا هذا باب الاشتغال اذا اشتغل فعل متأخر بنصبه لمحل ضمير اسم متقدم عن نصبه للفظ ذلك الاسم كزيدا ضربته او لمحله كهذا ضربته فالاصل ان ذلك الاسم يجوز فيه وجهان احدهما راجح لسلامته من التقدير وهو الرافع بالابتداء فما بعده في موضع رفع على الخبرية وجملة الكلام حين اذن اسمية والثاني مرجوح لاحتياجه الى التقدير وهو النصب فانه بفعل موافق للفعل المذكور محذوف وجوب فما بعده لا محل له لانه مفسر وجملة الكلام حين اذن فعلية ثم قد يعرض لهذا الاسم ما يوجب نصبه وما يرجحه وما يسوي بين الرفع والنصب ولم نذكر من الاقسام ما يجب رفعه كما ذكر النظم لان حد الاشتغال لا يصدق عليه وسيتضح لك ذلك فيجب النصب اذا وقع الاسم بعد ما يختص بالفعل كادوات التحضيض نحو هل لا زيدا اكرمته وادوات الاستفهام غير الهمزة نحو هل زيدا رأيته ومتى عمرا لقيته وادوات الشرط نحو حيثما زيدا لقيته فاكرمه الا ان هذين النوعين لا يقع الاشتغال بعدهما الا في الشعر واما في الكلام فلا يليهما الا صريح الفعل الا ان كانت اداة الشرط اذا مطلقا او ان والفعل ماض فيقع في الكلام نحو اذا زيدا لقيته او اذا زيدا تلقاه فاكرمه وان زيدا لقيته فاكرمه ويمتنع في الكلام ان زيدا تلقاه فاكرمه ويجوز ذلك في الشعر وتسوية النظم بين ان وحيثما مردودة ويترجح النصب في ست مسائل احداها ان يكون الفعل طلبا وهو الامر والدعاء ولو بصيغة الخبر نحو زيدا اضربه واللهم عبدك ارحمه وزيدا غفر الله له وانما وجب الرفع في نحو زيد احسن به لان الضمير في محل رفع وانما اتفق السبعة عليه في نحو الزانية والزاني فادلدوا كل واحد منهما مئة جلدة لان تقديره عند سيبويه مما يتلى عليكم حكم الزاني والزانية ثم استؤنف الحكم وذلك لان الفاء لا تدخل عنده في الخبر في نحو هذا ولذا قال في قول الشاعر وقائلة خولان فانكح فتاتهم وأكرومة الحيين خلو كما هي إن التقدير هذه خولان وقال المبرد الفاء لمعنى الشرط ولا يعمل الجواب في الشرط فكذلك ما اشبه هما وما لا يعمل لا يفسر عاملا فالرفع عنده ما واجب وقال ابن السيد وابن باب شاذ يختار الرفع في العموم كالآية والنصب في الخصوص كزيد نضربه الثانية أن يكون الفعل مقرونا باللام أو بلا الطلبيتين نحو عمرا ليضربه بكر وخالدا لا تهنه ومنه زيدا لا يعذبه الله لأنه نفي بمعنى الطلب ويجمع المسألتين قول النظم قبل فعل ذي طلب فإن ذلك صادق على الفعل الذي هو طلب وعلى الفعل المقرون بأداة الطلب الثالثة أن يكون الاسم بعد شيء الغالب أن يليه فعل ولذلك أمثلة منها همزة الاستفهام كقوله تعالى أبشر منا واحدا نتبعه فإن فصلت الهمزة فالمختار الرفع نحو أأنت زيد تضربه إلا في نحو أكل يوم زيد تضربه لأن الفصل بالظرف كلا فصل وقال ابن الطراوة إن كان الاستفهام عن الاسم فالرفع نحو أزيد ضربته أم عمر وحكم بشذوذ النصب في قوله أثعلبة الفوارس أم رياح عدلت بهم طهية والخشاب وقال الأخفش أخوات الهمزة كالهمزة نحو أيهم زيدا ضربه ومن أمت الله ضربها ومنها النفي بما أو لا أو إن نحو ما زيدا رأيته وقيل ظاهر مذهب سيبويه اختيار الرفع وقال ابن الباذش وابن خروف يستويان ومنها حيث نحو حيث زيدا تلقاه أكرمه كذا قال الناظم وفيه نظر الرابعة أن يقع الاسم بعد عاطف غير مفصول بأما مسبوق بفعل غير مبني على اسم كقام زيد وعمرا أكرمته ونحو قوله تعالى والأنعام خلقها لكم بعد خلق الإنسان من نطفة بخلاف نحو ضربت زيدا وأما عمر فأهنته فالمختار الرفع لأن أما تقطع ما بعدها عما قبلها وقرئ وأما ثمود فهديناهم بالنصب على حد زيدا ضربته وحتى ولكن وبل كالعاطف نحو ضربت القوم حتى زيدا ضربته الخامسة أن يتوهم في الرفع أن الفعل صفة نحو إن كل شيء خلقناه بقدر وإنما لم يتوهم ذلك مع النصب لأن الصفة لا تعمل في الموصوف وما لا يعمل لا يفسر عاملا ومن ثم وجب الرفع إن كان الفعل صفة نحو قول الله عز وجل وكل شيء فعلوه في الزبر أو صلة نحو زيد الذي ضربته أو مضافا إليه نحو زيد يوم تراه تفرح أو وقع الاسم بعدما يختص بالابتداء كإذا الفجائية على الأصح نحو خرجت فإذا زيد يضربه عمر أو قبل ما لا يرد ما قبله معمولا لما بعده نحو زيد ما أحسنه أو إن رأيته فأكرمه أو زيد هل رأيته ونحو زيد هل لا رأيته تنبيهان الأول ليس من أقسام مسائل الباب ما يجب فيه الرفع كما في مسألة إذا الفجائية لعدم صدق ضابط الباب عليها وكلام الناظم يوهم ذلك الثاني لم يعتبر سيبويه إيهام الصفة مرجحا للنصب بل جعل النصب في الآية مثله في قول القائل زيدا ضربته قال وهو عربي كثير السادسة أن يكون الاسم جوابا لاستفهام منصوب كزيدا ضربته جوابا لمن قال أيهم ضربت أو من ضربت ويستويان في مثل الصورة الرابعة إذا بني الفعل على اسم غير ما التعجبيته وتضمنت الجملة الثانية ضميره أو كانت معطوفة بالفاء لحصول المشاكلة رفعت أو نصبت وذلك نحو زيد قام وعمر أكرمته لأجله أو فعمرا أكرمته بخلاف نحو ما أحسن زيدا وعمر أكرمته عنده فلا أثر للعطف فإن لم يكن في الثانية ضمير للأول ولم يُعطف بالفاء فالأخفش والسرافي يمنعان النصب وهو المختار والفارسي وجماعة يجيزونه وقال هشام ألواو كالفاء وهذه أمور متممات لما تقدم أحدها أن المشتغل عن الاسم السابق كما يكون فعلا كذلك يكون نسما لكن بشروط ثلاثة أحدها أن يكون وصفا الثاني أن يكون عاملا الثالث أن يكون صالحا للعمل فيما قبله وذلك نحو زيد أنا ضاربه الآن أو غدا بخلاف نحو زيد عليكه وزيد ضربا إياه لأنهما غير صفة نعم يجوز النصب عند من جوز تقديم معمول اسم الفعل وهو الكسائي ومعمول المصدر الذي لا ينحل بحرف مصدري وهو المبرد والسرافي وبخلاف نحو زيد أنا ضاربه أمس لأنه غير عامل على الأصح وزيد أنا ضاربه ووجه الأبي زيد حسنه لأن الصلة والصفة المشبهة لا يعملان فيما قبلهما الثاني لا بد في صحة الاشتغال من علقة بين العامل والاسم السابق وكما تحصل هذه العلقة بضميره المتصل بالعامل كزيدا ضربته كذلك تحصل بضميره المنفصل من العامل بحرف الجر نحو زيدا مررت به أو باسم مضاف نحو زيدا ضربت أخاه أو باسم أجنبي أتبع بتابع مجتمل على ضمير الاسم بشرط أن يكون التابع نعتله نحو زيدا ضربت رجلا يحبه أو عطفا بالواو نحو زيدا ضربت عمرا وأخاه أو عطف بيان نحو زيدا ضربت عمرا أخاه فإن قدرت الأخ بدلا بطلت المسألة رفعت أو نصبت إلا إذا قلنا عامل البدل والمبدل منه واحد عندئذ يصح الوجهان الثالث يجب كون المقدر في نحو زيدا ضربته من معنى العامل المذكور ولفظه وفي بقية الصور من معناه دون لفظه فيقدر جاوزت زيدا مررت به وأهنت زيدا ضربت أخاه الرابع إذا رفع فعل ضمير اسم سابق نحو زيد قام أو وضب عليه أو ملابسا لضميره نحو زيد قام أبوه فقد يكون ذلك الاسم واجب الرفع بالابتداء كخرجت فإذا زيد قام وليتما عمر وقعد إذا قدرت ما كافة أو بالفاعلية نحو وإن أحد من المشركين استجارك وهلا زيد قام وقد يكون راجح الابتدائية على الفاعلية نحو زيد قام عند المبرد ومتابعيه وغيرهم يوجب ابتدائيته لعدم تقدم طالب الفعل وقد يكون راجح الفاعلية على لابتدائية نحو زيد ليقم ونحو قام زيد وعمر قعد ونحو أبشر يهدوننا وكقوله تعالى أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون وقد يستويان نحو زيد قام وعمر قعد عنده هذا باب التعدي واللزوم الفعل ثلاثة أقسام أحدها ما لا يوصف بتعد ولا لزوم وهو كان وأخواتها وقد تقدمت قبل ذلك الثاني المتعدي وله علامتان إحدهما أن يصح أن يتصل به هاء ضمير غير المصدر الثانية أن يبنى منه اسم مفعول تام وذلك كضرب ألا ترى أنك تقول زيد ضربه عمر فتصل به هاء ضمير غير المصدر وهو زيد وتقول هو مضروب فيكون تام وحكمه أن ينصب المفعول به كضربت جيدا وتدبرت الكتب إلا إن ناب عن الفاعل كضرب زيد وتدبرت الكتب الثالث اللازم وله اثنت عشرة علامة وهي ألا يتصل به هاء ضمير غير المصدر وألا يبنى منه اسم مفعول تام وذلك كخرج ألا ترى أنه لا يقال زيد خرجه عمر ولا هو مخروج وإنما يقال الخروج خرجه عمر وهو مخروج به أو إليه وأن يدل على سجية وهي ما ليس حركة جسم من وصف ملازم نحو جبنا وشجع أو على عرض وهو ما ليس حركة جسم من وصف غير ثابت كمرض وكسل ونهم إذا شبع أو على نظافة كنظف وطهر ووضع أو على دنس نحو نجس وقذر أو على مطاوعة فاعله لفاعل فعل متعد لواحد نحو كصرته فانكسر ومددته فامتد فلو طاوع ما يتعدى فعله لاثنين تعدى لواحد كعلمته الحساب فتعلمه أو يكون موازنا لفعل للا كاقشعر وشمأز أو لما ألحق به وهو إف وعلا كاقوهد الفرخ إذا ارتعد أو لفعن للا كحرن جمى أو لما ألحق به وهو إفعن للا بزيادة إحدى اللامين كقعن سس الجمل إذا أبى أن ينقاد أو إفعن للا كحرن بديك إذا انتفش للقتال وحكم اللازم أن يتعدى بالجر كعجبت منه ومررت به وغضبت عليه وقد يحذف ويبقى الجر شذوذا كقوله إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع أي إلى كليب وقد يحذف وينصب المجرور وهو ثلاثة أقسام سماعي جائز في الكلام المنثور نحو نصحته وشكرته والأكثر ذكر اللام نحو ونصحت لكم أن اشكر لي ولوالدي وسماعي خاص بالشعر كقوله كما عسل الطريق الثعلب وكقوله آليت حب العراق الضهر أطعمه والحب يأكله في القرية السوسو أي في الطريق وعلى حب العراق وقياسي وذلك في أن وأن وكي نحو شهد الله أنه لا إله إلا هو ونحو أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ وَنَحُ كَيْلَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ أي بأنه وَمِنْ أَنْ جَاءَكُمْ وَلِكَيْلَا وذلك إذا قدرت كي مصدرية وأهمل النحويون هنا ذكر كي واشترط ابن مالك في أن وأن أمن اللبس فمنع الحذف في نحو رغبت في أن تفعله أو عن أن تفعله لإشكال المراد بعد الحذف ويشكل عليه وترغبون أن تنكحوهن فحذف الحرف مع أن المفسرين اختلفوا في المراد منه فصل لبعض المفاعيل الأصالة في التقدم على بعض إما بكونه مبتدأ في الأصل أو فاعلا في المعنى أو مصرحا لفظا أو تقديرا والآخر مقيد لفظا أو تقديرا وذلك كزيدا في نحو ظننت زيدا قائما وأعطيت زيدا درهما واخترت زيدا القوم أو من القوم ثم قد يجب الأصل كما إذا خيف اللبس كأعطيت زيدا عمرا أو كان الثاني محصورا كما أعطيت زيدا إلا درهمه أو ظاهرا والأول ضمير نحو إنا أعطيناك الكوثر وقد يمتنع كما إذا اتصل الأول بضمير الثاني كأعطيت المال مالكه أو كان محصورا كما أعطيت الدرهم إلا زيدا أو مضمرا والأول ظاهر كالدرهم أعطيته زيدا فصل يجوز حذف المفعول لغرض إما لفظي كتناسب الفواصل في نحو ما ودعك ربك وما قلى ونحو إلا تذكرة لمن يخشى وكالإيجاز في نحو فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا وإما معنوي كاحتقاره في نحو كتب الله لأغلبن أنا ورسلي أي الكافرين أو لاستهجانه كقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت منه ما رأيت منه ولا رأى مني أي العورة وقد يمتنع حذفه كأن يكون محصورا نحو إنما ضربت زيدا أو جوابا كضربت زيدا جوابا لمن قال من ضربت فصل قد قد يحذف ناصبه إن علم كقولك لمن سدد سهما القرطاص ولمن تأهب لسفر مكة ولمن قال من أضرب شر ناس بإضمار تصيب وتريد واضرب وقد يجب ذلك كما في باب الاشتغال كزيدا ضربته والنداء كيا عبد الله وفي الأمثال الكلاب على البقر أي أرسل وفي ما جرى مجر الأمثال نحو إنتهوا خيرا لكم أي وأتوا خيرا لكم وفي التحذير بإياك وأخواتها نحو إياك والأسد أي إياك بعد واحذر الأسد وفي التحذير بغيرها بشرط عقف أو تكرار نحو رأسك والسيف أي بعد واحذر ونحو الأسد الأسد وفي الإغراء بشرط أحدهما نحو المرؤة والنجدة ونحو السلاح السلاحة بتقدير إلزم انتهى الوجه الأول هذا باب التنازع في العمل ويسمى أيضا باب الإعمال وحقيقته أن يتقدم فعلان متصرفان أو اسمان يشبهانهما أو فعل متصرف وسم يشبهه ويتأخر عنهما معمول غير شببي مرفوع وهو مطلوب لكل منهما من حيث المعنى مثال الفعلين قول الله تعالى آتوني أفرغ عليه قطرا ومثال الاسمين قول الشاعر عهدت عهدت مغيثا مغنيا من أجرته فلم أتخذ إلا فناءك موئلة ومثال المختلفين قول الله عز وجل ها أمقرأ كتابيه وقد تتنازع ثلاثة وقد يكون المتنازع فيه متعددا وفي الحديث الشريف تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين فتنازع ثلاثة في اثنين ظرف ومصدر وقد علم مما ذكرته أن التنازع لا يقع بين حرفين ولا بين حرف وغيره ولا بين جامدين ولا بين جامد وغيره وعن المبرد إجازته في فعلي التعجب نحو ما أحسن وأجمل زيدا وأحسن به وأجمل بعمر ولا في معمول متقدم نحو أيهم ضربت وأكرمت أو شتمته خلافا لبعضهم ولا في معمول متوسط نحو فهيهات هيهات العقيق ومن به وهيهات خل بالعقيق واصله خلافا له وللجرجاني لأن الطالب للمعمول إنما هو الأول وأما الثاني فلم يؤت به للإسناد بل لمجرد التقوية فلا فاعل له ولهذا قال الشاعر فأين إلى أين النجاة ببغلتي أتاك أتاك اللاحقون حبيس حبيس ولا في نحو قضى كل ذيدين فوفى غريمه وعزة ممطول معنى غريمها بل غريمها مبتدى وممطول ومعنى خبران أو ممطول خبر ومعنى صفة له أو حال من ضميره ولا يمتنع التنازع في نحو زيد ضرب وأكرم أخاه لأن السببي منصوب فصل إذا تنازع العاملان جاز إعمال أيهما شئت باتفاق النحات واختار الكوفيون الأول لسبقه واختار البصريون الأخير لقربه فإن أعملنا الأول في المتنازع فيه أعملنا الأخير في ضميره نحو قام وقعد أو وضربتهما أو ومررت بهما أخواك وبعضهم يجيز حذف غير المرفوع لأنه فضله كقول الشاعر بعقاض يعش الناظرين إذا هم لمحوا شعاعه ولنا أن في حذفه تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه والبيت ضرورة وإن وإن أعملنا الثانية فإن احتاج الأول لمرفوع فالبصريون يدمرونه لامتناع حذف العمدة ولأن الإضمار قبل الذكر قد جاء في غير هذا الباب نحو ربه رجلا ونعم رجلا وفي الباب نحو ضربوني وضربت قومك حكاه سيبويه وقال الشاعر جفوني ولم أدف الأخلاء إنني لغير جميل من خليلي مهمل وقال الكسائي وهشام والسهيلي إن يجبون الحذف تمسكا بظاهر قوله تعفق بالأرض لها وأرادها رجال إذ لم يقل تعفقوا ولا أرادوا والفراء يقول إن استوى العاملان في طلب المرفوع فالعمل لهما نحو قام وقعد أخواك وإن اختلف أضمرته مؤخرا كضربني وضربت زيدا هو وإن احتاج الأول لمنصوب لفظا أو محلا فإن أوقع حذفه في لبس أو كان العامل من باب كان أو من باب ظن وجب إضمار المفعول مؤخرا نحو استعنت واستعان علي زيد به وكنت وكان زيد صديقا إياه وظنني وظننت زيدا قائما إياه وقيل في باب ظن وكان يضمر مقدما وقيل يظهر وقيل يحذف وهو الصحيح لأنه حذف لدليل وإن كان العامل من غير بابي كان وظن وجب حذف المنصوب كضربت وضربني زيد وقيل يجوز إضماره كقوله إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب جهارا فكن في الغيب أحفظ للود مسألة إذا احتاج العامل المهمل إلى ضمير وكان ذلك الضمير خبرا عن اسم وكان ذلك الاسم مخالفا في الإفراد والتذكير أو غيرهما للسم المفسر له وهو المتنازع فيه وجب العدول إلى الإظهار نحو أظن ويظنان أخن الزيدين أخوين وذلك لأن الأصل أظن ويظن ني الزيدين أخوين فأظن يطلب الزيدين أخوين مفعولين ويظن يطلب الزيدين فاعلة وأخوين مفعولة فأعملنا الأول فنصبنا لسمين وهما الزيدين أخوين وأضمرنا في الثاني ضمير الزيدين وهو الألف وبقي علينا المفعول الثاني يحتاج إلى إضماره وهو خبر عن ياء المتكلم والياء مخالفة لأخوين الذي هو مفسر للضمير الذي يؤتى به فإن الياء للمفرد والأخوين تثنية فدار الأمر بين إضماره مفردا ليوافق المخبر عنه وبين إضماره مثن ليوافق المفسر وفي كل منهما محظور فوجب العدول إلى الإظهار فقل لا أخا فوافق المخبر عنه ولم يضره مخالفته لأخوين لأنه اسم ظاهر لا يحتاج لما يفسره هذا تقدير ما قالوا والذي يظهر لي فساد دعوى التنازع في الأخوين لأن يظنني لا يطلبه لكونه مثنن ولكون المفعول الأول مفرد وعن الكوفيين أنهم أجازوا فيه وجهين حدثه وإضماره على وفق المخبر عنه هذا باب المفعول المطلق أي الذي يصدق عليه قولنا مفعول صدقا غير مقيد بالجار وهو اسم يؤكد عامله أو يبين نوعه أو عدده وليس خبرا ولا حالا نحو ضربت ضربا أو ضرب الأمير أو ضربتين بخلاف نحو ضربك ضرب أليم ونحو ولا مدبر وأكثر ما يكون المفعول المطلق مصدرا والمصدر أو أو ما اشتق منه من فعل النحو وكلم الله موسى تكليما أو وصف كقوله تعالى والصاف فات صفا وزعم بعض البصريين أن الفعل أصل للوصف وزعم الكوفيون أن الفعل أصل لهما فصل ينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق ما يدل على المصدر من صفة كسرت أحسن السير واشتمل الصماء وضربته ضرب الأمير اللصة إذ الأصل ضربا مثل ضرب الأمير اللصة فحذف الموصوف ثم المضاف أو ضميره نحو عبد الله أظنه جالسا ونحو لا أعذبه أحدا من العالمين أو إشارة إليه كضربته ذلك الضرب أو مرادف له كشنئته بغضا وأحببته مقتا وفرحت جذلا وهو بالذال المعجمة مصدر جذل بالكسر أو مشارك له في مادته وهو ثلاثة أقسام اسم مصدر كما تقدم واسم عين ومصدر لفعل آخرا نحو قول الله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا وكقوله سبحانه وتبتل إليه تبكيلا والأصل إنباتا وتبتلا أو دال على نوع منه كقعد القرف صاء ورجع القهقر أو دال على عدده كضربته عشر ضربات وكقوله عز وجل فاجلدوهم ثمانين جلدا أو على آلته كضربته صوتا أو عصا أو كل نحو فلا تميلوا كل الميل وقوله يظنان كل الظن ألا تلاقي وصدره وقد يجمع الله الشتيتين بعدما أو بعض كقوله ضربته بعض الضرب مسألة المصدر المؤكد لا يثنى ولا يجمع باتفاق فلا يقال ضربين ولا ضروبا لأنه كماء وعسل والمختوم بتاء الوحدة كضربة بعكسه باتفاق فيقال ضربتين وضربات لأنه كطمره وكلمة واختلف في النوعي فالمشهور الجواز وظاهر مذهب سيبويه المنع واختاره الشلوبين فصل اتفقوا على أنه يجوز لدليل مقالي أو حالي حذف عامل المصدر غير المؤكد كأن يقال ما جلست فتقول بلى جلوسا طويلة أو بلى جلستين وكقولك لمن قدم من سفر قدوما مباركا وأما المؤكد فزعم ابن مالك أنه لا يحذف عامله لأنه إنما جئ به لتقوياته وتقرير معناه والحذف مناف لهم ورده ابنه بأنه قد حذف جوازا في نحو أنت سيرا ووجوبا في نحو أنت سيرا سيرا وفي نحو سقيا ورعيا وقد يقام المصدر مقام فاله فيمتنع ذكره معه وهو نوعان ما لا فال له نحو ويل زيد وويحه ونحو بل هالأكفة كأنها لم تخلقي وصدر الأبيات نصل السيوف إذا قصرنا بخطونا قدما ونلحقها إذا لم تلحقي تظر الجماجمة ضاحيا هاماتها بل هالأكفة كأنها لم تخلقي فيقدر له عامل من معناه على حد قعدت جلوسه وما له فعل وهو نوعان واقع في الطلب وهو الوارد دعاء كسقيا ورعيا وجدعا أو أمرا أو نهيا نحو قياما لا قعودة ومنه قوله تعالى فضرب الرقاب وقوله فندلا زريق المال ندل الثعالب كذا أطلق ابن مالك وخص ابن صفور الوجوب بالتكرار كقول الشاعر فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاع والبيت لقطري ابن الفجاء الخارجي التميمي أو مقرونا باستفرام توبيخي نحو أتوانيا وقد جد قرناءك وقوله ألؤما لا أبى لك واغتراب وصدره أعبدا حل في شعب غريبة وواقع في الخبر وذلك في مسائل إحداها مصادر مسموعة كثر استعمالها ودلت القرائن على عاملها كقولهم عند تذكر نعمة وشدة حمدا وشكرا لا كفرا وصبرا لا جزعا وعند ظهور أمر معجب عجبا وعند خطاب مرضي عنه أو مغضوب عليه افعله وكرامة ومصره ولا أفعله ولا كيدا ولا هم الثانية أن يكون تفصيلا لعاقبة ما قبله نحو قوله سبحانه فشد الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزره الثالثة أن يكون مكررا أو محصورا أو مستفهما عنه وعامله خبر عن اسم عين نحو أنت سيرا سيرا وما أنت إلا سيرا وإنما أنت سير البريد وأنت سيرا الرابعة أن يكون مؤكدا لنفسه أو لغيره فالأول الواقع بعد جملة هي نص في معناه نحو له علي ألف عرف أي اعتراف والثاني الواقع بعد جملة تحتمل معناه وغيره نحو زيد ابني حق وهذا زيد الحق للباطل ولا أفعل كذا البتة الخامسة أن يكون فعلا علاجيا تشبيهيا بعد جملة مجتملة عليه وعلى صاحبه كمررت فإذا له صوت صوت حمار وبكاء بكاء ذات داهية ويجب الرفع في نحو له ذكاء ذكاء الحكماء لأنه معنوي لا علاجي وفي نحو صوته صوت حمار لعدم تقدم جملة على المصدر وفي نحو فإذا في الدار صوت صوت حمار ونحو فإذا عليه نوح نوح الحمام لعدم تقدم صاحب المصدر وربما نصب نحو هذين لكن على الحال لا على المصدر تنبيه مثل له صوت صوت حمار قول الشاعر ما إن يمس الأرض إلا منكب منه وحرف الساقي طي المحملي لأن ما قبله بمنزلة له طي قاله سيبوي وهذا الشاهد من كلام أبي كبير عامر ابن الحليس الهذلي يصف طأبط شرا ابن امرأته هذا باب المفعول له ويسمى المفعول لأجله ومن أجله ومثاله جئت رغبة فيك وجميع مشترط له خمسة أمور كونه مصدرا فلا يجوز جئتك السمن والعسل قاله الجمهور وأجاز يونس أما العبيد فذو عبيد بمعنى مهما يذكر شخص لأجل العبيد فالمذكور ذو عبيد وأنكره عليه سيبويه وكونه مصدرا قلبيا كالرغبة فلا يجوز جئتك قراءة للعلم ولا جئتك قتلا للكافر قاله ابن الخباز وغيره وأجاز الفارسي جئتك ضرب زيد أي لتضرب زيد وكون عامل المصدر علة عرب كان كرغبة أو غير عرب كقعد عن الحرب جبن واتحاده أي المصدر بالمعلل به أي الفعل وقتا فلا يجوز تأهبت الصفر قاله الأعلم والمتأخرون واتحاد المصدر بالمعلل به فاعلا أي أن يكون فاعل المصدر والفعل واحدا فلا يجوز جئتك محبتك إيايا قاله المتأخرون أيضا وخالفهم في ذلك ابن خروف ومتى فقد المعلل شرطا منها وجب عند من اعتبر ذلك الشرط أن يجر بحرف التعليل ففاقد الأول أي المصدرية نحو والأرض وضعها للأنام لأن الأنام ليست مصدرا والثاني ولا تقتلوا أولادكم من إملاق بخلاف خشية إملاق والرابع نحو فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل وهذا الشاهد من كلام امرئ القيس الكندي من معلقته المشهورة والذي ذكره المؤلف هو صدر البيت والخامس نحو وإني لطعروني لذكراك هزة كمن طفض العصفور بل له القطر وهذا الشاهد من كلام أبي صخر الهذلي والذي ذكره المؤلف من الشاهد هو صدر البيت وقد انتفى لاتحادان في قوله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدنوك الشمس ويجوز جر المستوفي للشروط بكثرة إن كان بأل وبقلة إن كان مجردا وشاهد القليل فيهما قول الشاعر لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء وكقوله أيضا من أمكم لرغبة فيكم جبر وصدره يا رب هيجا هي خير من دعه ويستويان في المضاف نحو ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله ونحو وإن منها لما يهبط من خشية الله قيل ومثله لإيلاف قريش إيلافهم أي فليعبدوا رب هذا البيت لإيلافهم الرحلتين والحرف في هذه الآية واجب عند من اشترط اتحاد الزمان هذا باب المفعول فيه وهو المسمى ظرفا الظرف ما ضمن معنى فيه بالطراد من اسم وقت أو اسم مكان أو اسم عرضت دلالته على أحدهما أي الزمان أو المكان أو جار مجراه أي مجرى الزمان والمكان فالمكان والزمان كم كث هنا أزمنا فهنا مكان وأزمنا زمان والذي عرضت دلالته على أحدهما أربعة أمور أولها أسماء العدد المميزة بهما كسرت عشرين يوما ثلاثين فرسخة وما أفيد به كلية أحدهما أو جزئيته كسرت جميع اليوم جميع الفرسخ أو سرت كل اليوم كل الفرسخ أو سرت بعض اليوم بعض الفرسخ أو سرت نصف اليوم نصف الفرسخ وما كان صفة لأحدهما كجلست طويلا من الدهر شرقي الدار وما كان مخفوضا بإضافة أحدهما ثم أنيب عنه بعد حذفه والغالب في هذا النائب أن يكون مصدرا وفي المنوب عنه أن يكون زمانا ولابد من كونه معينا لوقت أو لمقدار نحو جئتك صلاة العصر أو قدوم الحاج وانتظرك حلب ناقة أي مقدار حلب ناقة أو نحر جزور أي مقدار نحر جزور انتهى الشريط الخامس وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط السادس من الكتاب وقد يكون النائب اسم عين نحو لا أكلمه القارضين والأصل مدة غيبة القارضين وقد يكون المنوب عنه مكانا نحو جلست قرب زيد أي مكان قربه والجاري مجرى أحدهما ألفاظ مسموعة توسعوا فيها فنصبوها على تضمين معنى فيه كقولهم أحقا أنك ذاهب والأصل أفي حق وقد نطقوا بذلك قال أفي الحق أني مغرم بك هائم وأنك لا خل هواك ولا خمر وهي جارية مجرى ظرف الزمان دون ظرف المكان ولهذا تقع خبرا عن المصابر دون الجثث ومثله غير شك أو جهب رأيي أو ظن مني أنك قائم وخرج عن الحد ثلاثة أمور أحدها نحو قوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن إذا قدر بفي أي في أن تنكحوهن فإن النكاح ليس بواحد مما ذكرنا والثاني نحو يخافون يوما ونحو قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته فإنهما ليس على معنى فيه فانتصابهما على المفعول به وناصب حيث يعلم محذوفا أي الله أعلم يعلم حيث يجعله لأن اسم التفضيل لا ينصب المفعول به بإجماع محادي والثالث نحو دخلت الدار وسكنت البيت فانتصابهما إنما هو على التوسع بإسقاط حرف الخفض لا على الظرفية فإنه لا يطرد تعدي الأفعال إلى الدار والبيت على معنى فيه لا تقول صليت الدار ولا نمت البيت فصل وحكمه النصب وناصبه اللفظ الدال على المعنى الواقع فيه ولهذا اللفظ ثلاث حالات إحداها أن يكون مذكورا كقوله أمكث هنا أزمنا وهذا هو الأصل والثانية أن يكون محذوفا جوازا وذلك كقولك فرسخين أو يوم الجمعة جوابا لمن قال كم سرت أو متى صمت والثالثة أن يكون محذوفا وجوبا وذلك في ست مسائل وهي أن يقع صفة كمررت بطائر فوق عصم أو صلة كرأيت الذي عندك أو حالا كرأيت الهلال بين السحاب أو خبرا كزيد عندك أو مشتغلا عنه كيوم الخميس صمت فيه أو مسموعا بالحذف لا غير كقولهم حين إذن الآن أي كان ذلك حين إذن واسمع الآن فصل أسماء الزمان كلها صالحة للانتصاب على الظرفية سواء في ذلك مبهمها كحين ومدة ومختصها كيوم الخميس ومعدودها كيومين وأسبوعين وشهرين وسنتين والصالح لذلك من أسماء المكان نوعانه أحدهما المبهم وهو مفتقر إلى غيره في بيان صورة مسماه كأسماء الجهات نحو أمام ووراء ويمين وشمال وفوق وتحت وشبهها في الشياع كناحية وجانب ومكان وكأسماء المقادير كميل وفرسخ وفرسخ وبريد والثاني متحدت مادته ومادة عامله كذهبت مذهب زيد ورميت مرمى عمر وكقوله تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسم وأما قولهم هو مني مقعد القابلة أو هو مني مسجر الكلب أو هو مني مناط الصرية فشاذ إذ التقدير هو مني مستقر في مقعد القابلة فعامله لاستقرار ولو أعمل في المقعد قعد وفي المسجر زجرة وفي المناط ناط لم يكن ذلك شاذا فصل الظرف نوعان متصرف وهو ما يفارق الظرفية إلى حالة لا تشبهها كأن يستعمل مبتدأ أو خبرا أو فاعلا أو مفعولا أو مضافا إليه كاليوم تقول اليوم يوم مبارك وأعجبني اليوم وأحببت يوم قدومك وسرت نصف اليوم وغير متصرف وهو نوعان ما لا يفارق الظرفية أصلا كقط وعود تقول تقول ما فعلته قط ولا أفعله عوض وما لا يخرج عنها إلا بدخول الجار عليه نحو قبل وبعد ولد وعند فيحكم عليهن بعدم التصرف مع أن من تدخل عليهن إذ لم يخرجن عن الظرفية إلا إلى حالة شبيهة بها لأن الظرف والجار والمجهور أخواني هذا باب المفعول وهو اسم فضلة تال لواو بمعنى مع تالية لجملة ذات فعل أو اسم فيه معنى الفعل وحروف كسرت والطريقة وأنا سائر والنيل فخرج باللفظ الأول نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن لأنه ليس بعد الواو اسم ونحو سرت والشمس طالعة فإن الواو داخلة في الأول على فعل كما مر وفي الثاني على جملة اسمية وبالثاني نحو اشترك زيد وعمر وبالثالث نحو جئت مع زيد وبالرابع نحو جاء زيد وعمر قبله أو بعده وبالخامس نحو كل رجل وضيعته فلا يجوز فيه النصب خلافا للصيمري وبالسادس نحو هذا لك وأباك فلا يتكلم به عربية خلافا لأبي علي الفارسي فإن قلت فقد قالوا ما أنت وزيد وكيف أنت وزيد فنصبوا دون تقدم فعل قلت أكثرهم يرفع بالعطف فيقول ما أنت وزيد وكيف أنت وزيد والذين نصبوا قدروا الضمير فاعلا لمحذوف لا مبتدأ والأصل ما تكون وكيف تصنع فلما حذف الفعل وحده برز ضميره وانفصل عنه والناصب للمفعول معه ما سبقه من فعل أو شبهه وليس المعصب له الواو خلافا للجرجاني ولا الخلاف خلافا للكوفيين ولا محذوف والتقدير سرت ولا بست النيلة فيكون حينئذ مفعولا به خلافا للزجاج فصل للاسم بعد الواوي خمس حالاته وجوب العطف كما في كل رجل وضيعته وكما في اشترك زيد وعمر ونحو جاء زيد وعمر قبله أو بعده وذلك لما بينا ورجحانه كجاء زيد وعمر لأنه الأصل وقد أمكن بلا ضعف أي أن العطف هو الأصل ومتى أمكن فهو الأفضل ووجوب المفعول معه وذلك في نحو مالك وزيدا ومات زيد وطلوع الشمس لامتناع العطف في الأول من جهة الصناعة لأن المعطوف عليه ضمير متصل وفي الثاني من جهة المعنى ورجحانه وذلك في نحو قوله فكونوا أنتم وبني أبيكم مكان الكليتين من الطحال ونحو قمت وزيدا لضعف العطف في الأول من جهة المعنى وفي الثاني من جهة الصناعة وامتناعوه ما كقوله علفتها تبنا وماء باردا حتى غدت همالة عيناها وقوله إذا ما الغانيات برزن يوما وزجدن الحواجب والعيون أما امتناع العطف فالامتناع المشاركة وأما امتناع المفعول معه فالانتفاء المعية في الأول وانتفاء فائدة الإعلام بها في الثاني ويجب في ذلك إضمار فعل ناصب للإسم على أنه مفعول به أي وسقيتها ماء وكحلنا العيون هذا قول أبي علي الفارسي والفراء ومن تبعهما وذهب الجرمي والمازني والمبرد وأبو عبيدة والأصمعي واليزيدي إلى أنه لا حذف في المذكور وأنما بعد الواوي معطوف وذلك على تأويل العامل المذكور بعامل يصح صبابه عليهما معه فيؤول نحو زجدنا الحواجب والعيون بقولهم حسن ويؤول نحو وعلفتها بأنلتها وبذلك يتعدى للاثنين من غير تقدير محذوف إذ الأصل عدم التقدير هذا باب المستثنى للاستثناء أدوات ثمان حرفان وهما إلا عند الجميع وحاشا عند سيبويه ويقال فيها حاشا وحشا وفعلان وهما ليس ولا يكون ومترددان بين الفعلية والحرفية وهما خلا عند جميع النحاة وعدا عند غير سيبويه واسمان وهما غير وسوى بلغاتها فإنه يقال سوا كردان وسوا كهدان وسواء كسماء وسواء كبناء وهي أغربها لكنها في كتب اللغة فإذا استثني بإلا وكان الكلام غير تام وهو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه فلا عمل لإلا بل يكون الحكم عند وجودها مثله عند فقدها ويسمى الاستثناء حينئذ استثناء مفرغا وشرطه كون الكلام غير إيجاب وهو النفي نحو قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل والنهي نحو ولا تقول على الله إلا الحق وكقوله سبحانه ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن والاستفهام الإنكاري كقوله سبحانه فهل يهلك إلا القوم الفاسقون فأما قوله تعالى ويأبى الله إلا أن يتم نوره فحمل يأبى على لا يريد لأنهما بمعنى واحد وإن كان الكلام تاما فإن كان موجبا وجبا نصب المستثنى نحو فشربوا منه إلا قليلا منهم وأما قوله عاف تغير إلا النؤي والوتد وصدره وبالصريمة منهم منزل خلق فحمل فحمل تغير على لم يبقى على حاله لأنهما بمعنى أي أنه قد تضمن معنى النفي وإن كان الكلام غير موجب فإن كان الاستثناء متصلا فالأرجح إتباع المستثنى للمستثنى منه بدل بعض عند البصريين وعطف نسق عند الكوفيين نحو ما فعلوه إلا قليل منهم ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون والنصب عربي جيد وقد قرئ به في السبع في قليل وامرأته وإذا تعذر البدل على اللفظ أبدل على الموضع نحو لا إله إلا الله ونحو ما فيها من أحد إلا زيد برفعهما وليس زيد بشيء إلا شيئا لا يعبأ به بالنصب لأن لا الجنسية لا تعمل في معرفة ولا في موجب ومن والباء الزائدتين كذلك فإن قلت لا إله إلا الله واحد فالرفع أيضا لأنه لا تعمل في موجب أهيلا ولا يترجح النصب على الإتباع لتأخر صفة المستثنى منه على المستثنى نحو ما فيها رجل إلا أخوك صالح خلافا للمازني وإن كان الاستثناء منقطعا فإن لم يمكن تسليط العامل على المستثنى وجب النصب اتفاقا نحو ما زاد هذا المال إلا ما نقص إذ لا يقال زاد النقص ومثله ما نفع زيد إلا ما ضر إذ لا يقال نفع الضر وإن أمكن تسليطه فالحجازيون يوجبون النصب وعليه قراءة السبعة ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وتميم ترجحه وتجيز الإتباع كقول الشاعر وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس وحمل عليه الزمخشري قول الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فصل وإذا تقدم المستثنى على المستثنى منه وجب نصبه مطلقة كقول الشاعر وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب وبعضهم يجيز غير النصب في المسبوق بالنفي فيقول ما قام إلا زيد أحد سمع يونس ما لي إلا أبوك ناصر وقال الشاعر إذا لم يكن إلا النبيون شافع لأنهم يرجون منه شفاعة وهذا هو صدر البيت ووجهوا أن العامل فرغ لما بعد إلا وأن المؤخر عام أريد به خاص فصح إبداله من المستثنى لكنه بدل كل ونظيره في أن المتبوع أخر وصار تابعا ما مررت بمثلك أحد فصل وإذا تكررت إلا فإن كان التكرار للتوكين وذلك إذا تلت عاطفا أو تلا هسم مماثل لما قبلها ألغيا فالأول نحو ما جاء إلا زيد وإلا عمر فما بعد إلا الثانية معطوف بالواو على ما قبلها وإلا زائدة والثاني كقوله لا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلى فالفتى مستثنى من الضمير المجرور بالباء والأرجح كونه تابعا له في جره ويجوز كونه منصوبا على الاستثناء والعلى بدل من الفتى بدل كل من كل لأنهما لمسمى واحد وإلا وإلا الثانية مؤكدة وقد اجتمع العطف والبدل في قول الشاعر ما لك من شيخك إلا عمله إلا رسيمه وإلا رمله فرسيمه بدل ورمله معطوف وإلا المقترنة بكل منهما مؤكدة وإن كان التكرار لغير توكيد وذلك في غير بابي العطف والبدل فإن كان العامل الذي قبل إلا مفرغا تركته يؤثر في واحد من المستثنيات ونصبت ما عدا ذلك الواحد نحو ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا رفعت الأول بالفعل على أنه فاعل ونصبت الباقية ولا يتعين الأول لتأثير العامل بل يترجح وتقول ما رأيت إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا فتنصب واحدا منها بالفعل على أنه مفعول به وتنصب البواقي بإلا على الاستثناء وإن كان العامل غير مفرر فإن تقدمت المستثنيات على المستثناء منه نصبت كلها نحو ما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا أحد وإن تأخرت فإن كان الكلام إيجابا نصبت أيضا كلها نحو قاموا إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا وإن كان غير إيجاب أعطي واحد منها ما يعطاه لو انفرد ونصب ما عداه نحو ما قاموا إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا لك في واحد منها الرفع راجحة والنصب مرجوحة ويتعين في الباق النصب ولا يتعين الأول لجواز الوجهين بل يترجح هذا حكم المستثنيات المكررة بالنظر إلى اللفظ وأما بالنظر إلى المعنى فهو نوعان ما لا يمكن استثناء بعضه من بعض كزيد وعمر وبكر وما يمكن نحو له عندي عشرة إلا أربعة إلا اثنين إلا واحدة ففي النوع الأول إن كان المستثنى الأول داخلا وذلك إذا كان مستثنا من غير موجب فما بعده داخل وإن كان خارجا وذلك إن كان مستثنا من موجب فما بعده خارج وفي النوع الثاني اختلف فقيل الحكم كذلك وإن الجميع مستثنا من أصل العدد وقال البصريون والكسائي كل من الأعداد مستثنا مما يليه وهذا هو الصحيح لأن الحمل على الأقرب متعين عند التردد وقيل المذهبان محتملان وعلى هذا فالمقر به في المثال ثلاثة على القول الأول وسبعة على القول الثاني ومحتمل لهما على القول الثالث ولك في معرفة المتحصل على القول الثاني طريقتان إحداهما أن تسقط الأول وتدبر الباقي بالثاني وتسقط الثالث وإن كان معك رابع فإنك تجبر به وهكذا إلى الأخير والثانية أن تحط الآخر مما يليه ثم باقيه مما يليه وهكذا حتى تصل إلى الأول فصل وأصل غير أن يوصف بها إما نكرة نحو صالحا غير الذي كنا نعمل أو معرفة كالنكرة نحو غير المغضوب عليهم فإن موصوفها الذين وهم جنس لا قوم بأعيانهم وقد تخرج عن الصفة وتضمن معنى إلا فيستثنى بها اسم مجرور بإضافتها إليه وتعرب هي بما تستحقه في الاستثناء بإلا في ذلك الكلام فيجب نصبها في نحو قاموا غير زيد وما نفع هذا المال غير الضرر عند الجميع وفي نحو ما فيها أحد غير حمار عند الحجازيين وعند الأكثر في نحو ما فيها غير زيد أحد ويتردح عند قوم في نحو هذا المثال وعند تميم في نحو ما فيها أحد غير حمار ويضعف في نحو ما قاموا غير زيد ويمتنع في نحو ما قام غير زيد فصل والمستثنى بسوى كالمستثنى بغير في وجوب الخفض ثم قال الزجاج وابن مالك سوا كغير معنا وإعرابا ويؤيدهما حكاية الفراء أتاني سواك وقال سيبويه والجمهور هي ظرف بدليل وصل الموشول بها كجاء الذي سواك قالوا ولا تخرج عن النصب على الظرفية إلا في الشاعر كقول الشاعر ولم يبقى سوى العدوان دناهم كما دانوا وقال الرماني والعقبري تستعمل ظرفا غالبا وكغير قليلا وإلى هذا أذهب انتهى الوجه الأول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر